بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباكم في أمسية ونسع على دروب النجاح الأمسية الرائعة الجميلة اللي هو ابتكرة وابتدرة وديرة دائما حبيبنا دكتور ياسين حسن أحد أعمدة مبادرة الباحثين السودانين والوانسة دي تقريبا الليلة بنكون وصلنا قريبا لكم وخمسين وانسة مش كده دكتور ياسين مع أساطين البحث العلمي والأكاديميين والباحثين السودانين في كل أنحاء العالم استضيفنا ناس موجودين يعني أسفارز أستريليا وناس موجودين أسفارز United States of America ناس موجودين في كل الحتات دي واسمعنا منهم القصص بتاعتهم دي بتقع في إطار ما يعرف بنجوم البحث العلم والأكاديمي السودانين السودانيس لومنريس والليلة يعني سعيدين جدا بأنه يكون معاني الحبيب بلغالي الدكتور طارق أحمد خالد الصديق العزيز والباحث المجيد المهندس المتفرد والروائي زول أديب يعني زول ما شاء الله ملتي بوتينشيلايت يجمع ما بين الأدب والفن والفكاهة والهندسة والبروجيك ماريجمنت والعطيفيش الانتليجنس وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحاجات كشكول يعني رائع جدا جدا إلا إنه مرضو زول من ناس بحري يعني بحري حقاتنا قال له بنلف شنو براحة فكل الحاجات دي إن شاء الله وغيرها إن شاء الله نحن مععودين بها في أمسية يوم الخميس زي ما قال حبيبنا بروفيسور علام النور اللي هو واحد من ناسة استضافة دكتور ياسين هنا إنه يا أخي والله الخميس بتاعك ده لا تضيع خميس زول ولا تضيع خميسك فالوناس دائما بتكون جميلة وممتعة ومفيدة ودجانب بتاعه إن شاء الله الليلة وعودين بها حاجة جميلة وتفردة مع دكتور طاري إن شاء الله مرحباك يا دكتور طاري طبعا إحنا هنقوم شنو نشتغل بك بنج بونج أنا هو دكتور ياسين شوفت واحدين عمشي نجم ويجيك راية تانية يبين لك وكيدا يعني فمرحباك مرحباك تفضل إحنا مبلولين طوالين إحنا يعني الله يديك العافل الله يسلم يا أخي والله أنا سعيد جدا بالشوفة بعد سنوات وسعيد بالمنشط اللي انتم شغالين في بيضا لأنه نحنا بنعاني في البلد من عدم التوثيق يعني كمية من الناس عاشوا وقدموا وماتوا ما في زول سمع بهم فعندنا أزمة بتاع التوثيق وخصوصا بعد الحرب دي الآن نحنا بنفقد في ذاكرتنا يعني بوفيات ناس فقدان وثائق فبقدر ما الناس استطيعوا يوسقوا حتى أن الحياة تستمر في النهاية مهما حدث فأشان كده أنا 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 سعيد جدا وأتمنى أن أتكون وأنا سعى خفيفة وممتعة بعيد من الأجواء الرسمية لكن حقوم مبدأ بشكل بشبهي رسمي بحاول أقدم نفسي بطريقة سيستيماتيك زي ما قاعد أقدم لما نقوم بعمل لي في تراينين كورس سنابشوت وبعدين نقوم نتفتح نتونس برضو نسمع نسمع انترودكشن بتاعت صاحب الولاس نفسه تورياسين اتفضل طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرف المرسلين سيدنا ومحمد وعلى آله وصحبه وسلم يعني زي ما قال ضيفنا العزيز دكتور طارق والمرحبيه كثيرا جدا الليلة في الأمس الجميلة دي فنحن عندنا مشكلة بتاعة نقل المعرفة وعندنا مشكلة بتاعة التوثيق فعموما يعني فاللياب دي بقرالي في كتاب بتاعة دكتور منصور خالد اللي يرحمه اللي هو هو طبعا ما دار يقول يعني ما دار يقول هي دي السيرة الذاتية بتاعته لكن في النهاية هي السيرة الذاتية بتاعته وحاجة يعني يتكلم عن نفسه ويتكلم انه ليه الناس بتخاف من التوثيق وبتخاف من انه تكتب السيرة الذاتية بتاعته عشان ما دخولش في تزعي الناس وبالذات نحن في مجتمعنا السوداني يعني الحاجة دي بزعي كثير جدا جدا لكن نحن في مبادرة الباحثين السودانيين وعلى رأسها دكتور أنور رضا فعالله ببا لي ما تعب الصحة والعافية المبدأ بتاعنا انه ننقل المعرفة عشان نستفيدوا منا الناس البعدين يعني وانا صراحة واحد من الناس استمتحت جدا بالورسالي استمتحت جدا بالكلام الجولد قالوه العلماء والخبرات والرجال والنساء والشباب يعني بالجد يعني حاجة جميلة جدا جدا وحاجة غرست في نفوس الناس انه والله ياخذ سودان ندا جميل وسودان ندا لسه بخير يعني مهما تلاغفته الحروب مهما تلاغفته المحن لكن سيظل السودان قويا وبإذن الله سيرجع قويا بأمثال هؤلاء النجوم بهؤلاء العلماء الليلة يا جماعة هنستضيف دكتور دكتور طارق أحمد خالد ومشكور جدا دكتور خالد طبعا دايمة أنا بقول لكلامنا لو خشيته وبحثته عنه أنا قبيل يعني بس خطي لين نصي ساعة كده اجهز نفسي انه حنقابل منون نتكلم معه في شنو فصراعة انبهرت جدا جدا يعني يعني عالم من علماء التقنية أو التكنولوجيا ويشتغل يعني في الشغل بتاع الـ IT وفي العولمة الإلكترونية وفي النقل المعرفة وعنده كورسات وعنده أوراق نشرت يعني فبدعوا كل الناس يمشوا يبحثوا عن في الصفحة بتاعته بتاعة الفيسبوك ويشوف انه الرجل دا بيعمل في شنو ولكن نحن الليلة دارين نشوف انه ويصل للحتة دي كيف يعني فمرحبا كثير دكتور طارق وحرده بعد طوالي النشأة الله يبارك فيك يا اخي جدا طيب زي ما قلت لكم أنا حقوم أقدم نفسي في الأول سناب شوت كده السريع وبعد ذاك نقعد نشوف التفاصيل الحاجات دي وصلنا لها كيف طيب أنا طارق أحمد خالد درست درست البكالوريوس والماجستير في جامعة الخرطون هندسة كهربائية والباتش دي في ماليزيا في مالتي ميديا اونيفرسيتي هي بالتحديد كانت في الصوفتوير انجينيرينج وطبعا دي ذاتة ممكن تكون حتى بعدين بتاعت سؤال القلب من الباور سيستم لحد ما أقلب بهناك للصوفتوير انجينيري دي ذاتة قصة طويلة فدي محطة بعدين نجينة والناس فوقها انا قاعد في المسكدة لا بقدر أقول انه انا اكاديمي مية في المية على مية في المية ففي منزلة بين المنزلتين زي ما بقولوا في الـ Professional certification في الـ programming والـ analytics والـ AI هنا certified AI lead implementer الاسو 42001 ودي ستان در جديد يعني انزل في ديسمبر الماضي وبدأ الشغل فيه في الفين عبعة وعشرين ريسنتلي ايضا certified proficiency في نايم data analytics platform دي طبعا حاجة قديمة جدا سنة تسعة وتسعين الوقت ده كاني ادوب الحاجة دي طالعة من المطبخ زي ما بقوله بعد كده في البروجيت مانيجبنت انا بي ام بي من الفين وخمسة يعني برضه حاجة قديمة جدا امتحنت على الآن الان احنا في version 7 يعني uh plus uh prince2 practitioner بردو عملت system integration project management certification من جورشانتون university وفي البوسنس analysis uh cbub requirements engineering practitioner certified design thinking براكتيشنر. ممكن الجافة والسيباب كنت اول زول عملهم في السودان في زمنهم يعني دي تسعة وتسعين لغة الفين وعشرة تقريبا السيباب. انا سينير ممبر في الـ IEEE وممبر في الـ Project Management Institute والـ International Institute of Business Analysis. وفي الـ International Institute في الـ Business Analysis زينا الـ Status بتاعته Expert Reviewer للـ Standards بتاعته الـ Business Analysis. مع الاهتمام بالجانب الأخلاقي للـ AI وكده بجيت ممبر في الـ Responsible AI Institute. حالياً أنا Principal Consultant في الإمارات ومحتفظ بأنه ولو بأضعف الإيمان لسه في التدريس في كلية الهندسة. طبعاً الآن الحاجات بيقت آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ تابقاً كنت CIO للشركة يسمى Blue Ocean Systems في الإمارات. وأيضاً كنت General Manager لشركة الأنظمة المالية والمصرفية في السودان FBS من 2011 لحد ديسمبر 2015. قبل كنت مساعد مدير لإدارة التقنية المصرفية في البنك المركزي. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ الـ Software Engineering Body of Knowledge في version 3 والآن شغال في الـ Team بتاع version 4 اللي هو في الغالب غايته وحيطلع مع نهاية السنة إن شاء الله اشتغلت برضو في الـ PIMBOK تاع الـ Project Management في 2013 واشتغلت في الـ Software Extension للـ PIMBOK في 2013 و recently عملت لي كتاب للمبتدئين في Data Analytics سميته Data Analytics Capsules فدي Contribution الجانب الثاني ممكن يكون فيه ونسل لهو الهوايات الهوايات يمكن أهم هواي بالنسبة له الكتاب الرواية والقصصية دي الروايات النشرتها غيبوبة الزمآن والسراب وتسلل دي في السنة دي وقصاصات من دفتر إبليس ممكن الناس اللي بتابعوني ساخرة جداً بنزلها كنت في الفيسبوك From Time To Time فجمعتها أيضاً في كتاب جانب الثاني أنا بعزف جيتار وبعزف عود دي صور قديمة أيضاً بارسون دي أشياء كنت قعدت أفتش فيها في الحاجات القديمة الكسد ده ده أنا رسمته أنا في أولى متوسط ده أول شريطة كان من سوخ اللي يمديك طبعاً كسد للناس الزمان فكان هدية من خالتها الله يرحمها كان بتاع فيروز ولأنه كان بنسوخ فقمت رسمت الغلاف بالمناسبة الغلاف ده أنا محتفظ به وخليت وصورت الصورة دي قبل 24 ساعة من الحرب بالمناسبة كنت عايز أعمل لي بوست وطبعاً دخلنا في موت تاني والموضوع ضاعي الصورة تحت بوب ماري دي رسمتها بالماوس في بين برش بالمناسبة يعني أي زول بيشوف ممكن تخيل إنها سكانت لكن دي كانت بماوس الثانية حرف الإي دي كانت محاولة قريبة لأنه أبدأ أخش في الرسم السلاسي الأبعاد فدي الهوايات البتحاوم بيناتها يمكن الرواية بدت هي التزيح جانباً بديت أكسل في موضوع الجيتار أكاد أكون وقفت من الرسم فالكتاب الرواي يمكن أنانية جداً بتمنع الزول أو بتحجبه منه أنه يواصل باقي الحاجات ده بشكل عام خلينا نقول في بعتز جداً بيتو أورتس واحدة فيهم هي المركز الثاني في جائزة الطيب صالح ولو تتذكر يا أنور كانت قبلي تدكس تدكس إميديتلي تقريباً ايوة فكانت قبليه دي فستبيع عن الرواية بتاعت الزمان والسراب وأيضاً البست رسيش بيبر كونفرنس بيبر كانت في المؤتمر بتاع الأي ترو بي دي من الحاجات البالنسبة لي عزيزة جداً عزيزة اللي درجتنو لما طلعنا من بيوتنا أنا شلت معايا لتنين ديل فتشتهم شلتهم دخلتهم في جهتات اللاب توب لأنه ما كان هاياً علي أن أخليهم وراي في البيت يعني دي المحطات بعد كده ممكن نرجع لتونس بقى وصلنا للحتة دي كاف أنا بحاول أتذكر طبعاً بحاول أتذكر في فيلم بتاع منوف النعم مشهور هنا المواصل الأمريكي مشهور بتاع بيبدأ زور كبير وبعدين بيقوم برجع يبقى صغير ونذكرها طيب دكتور ياسين تفضل طيب كالترخيرة كثيرة يا دكتور يعني نحن الوناس ديله وختمناه كده بس منكون منكون يعني منكون ما شاء الله تبارك الله استعددنا لكن أنا هرجعك بدري جداً جداً يا دكتور دارك تورينا النشأ والميلاد طيب زي ما شايف الميضانتين ديل بتوريك زي ما قال ليك بحري أنا قضيت حياتي كلها في بحري تولدت فيها عشت فيها ولحد آخر يوم طلعت وطلعت منها وإن شاء الله نرجع عليها طيب أنا تخيل إنه مما دخلت الابتدائي لحد ما دخلت الجامعة مركبة مواصلات لمدرسة يعني كلهم كانوا أنفوت كلهم كانوا مسافة بتاعة عشرات لو ما كان مئات الأمتار من البيت لو شايفين قدامنا شايفين الزولة القليصة الكرفيتة ده فدي صورة لي أنا عمري ستة سنوات كانت بمناسبة عيد ميلادي زمن داك طبعاً الناس بيسوقون بودون الستوديو يعني ما في زي ما بقوله الآن الديكت الكاميرا ولا كده فكان دي بمناسبة عيد الميلاد فمشيت تصوروني ولابس لي ساعة وحاجة كده قندفة شديدة جداً فطيب أنا تولدت في بحرين نحن طبعاً الجيل القديم أنا يمكن نكون في الناس الجودة اللي يكون أكبر مني بس يمكن أحمد إبراهيم أبو شوك احتمال يعني نحن موالي ستينات درست في مدرسة العزبة الابتدائية في بحري والمتوسط في السكة حديد اللي هي اسمها بحري النموذجية الناس اللي بيعرفوا بحري جنبها كان في الفريد الشهير يعني وبعد ذاك السنوية العالية في بحري السنوية الحكومية وكلهم كانوا يمكن في مربع واحد يعني بتمشي من دلع دي أنفت وبعد ذا لما نجيب دخلت الهندسة قطعت الكبري يعني ما مشيت بعيد وحتى الجامعة أصلا كنا بنمشي برقلينة يعني عادي كنا بنمشي نخش سينما النية اللي أزرب كله أسبوع دي مدر الحاجات السوابت وبنمشي نتحاوم زي ما بقوله نتضحب في الجامعة فبيقبع حتى لما نزول دخل كنت بنمشي برقلينة يعني فما يركبت مواصلات ببساطة يعني في كل المراحل دي بحري بالنسبة لي حياة كاملة كاملة الدسم بقول أنا ممكن أعرفها طوبة طوبة عشتها حتى حتى وهي جزء من حياتي يعني بالكامل الأسازنا القدامنا دي شايفينهم قاعدين جنب بعض دي الأسازتنا في المرحلة الابتدائية الواقف على حياله دي سنو أستاذ الفاضل دي درسنا علوم العليد ده كاليمين ده أستاذ عبدالعزيز أستاذ عبدالعزيز ده نحن لحد الآن في جروب بتاع الابتدائي نحن مع بعض لحد هذه اللحظة ألف النص أستاذ صلاح عبيد رحمة الله عليه ده أخو الصحف الشهير عبدالعزيز والأستاذ البعض المسابقة يعني فالأوت كامز كان إنو خل الناس بيقد عندهم زخيرة من المعلومات ضخمة جدا الشخص التاني البلو أستاذ رياضيات شهير سر الختم الإمام وده ممكن يكون الخطاني في التراك المهني يعني هو درسنا رياضيات إضافية في بحر الحكومية وكان أستاذ وأخو كبير وأبو رول مضل حاجة يعني ما تتخيلها بيجيني في البيت بزوره ووفاته كانت بالنسبة لي فاجعة يعني ما سهله فترك أسر وحببنا في العلم وكان عنده يعني قصة لطيفة معاي في أول أيام كان يوم الخميس بيقوم بعمل لينا تحدي بيدينا مسألة صعبة تشالينج لينا إنو نحلها والبحل بيديوه ما بذكره كان خمسين قرش ولا حاجة زي دي في الزمن داك في الأسبوع الأول قلعة الخمسين وسكت أصحابي في الحلة وماشي نسيمين نية لازربك الأسبوع البعد ونفس الحكاية بعدين الموضوع خلاص بيقى عادي إنو يوم الخميس دا السينما دي حد تكون من المسألة بتعطى الرياضيات إلى أنقام قال لي يا خنا ما أبوك يا خنا كل يوم حديك المسألة دي خلينا فخل المسألة لكنه ترك أسر عظيم في حلاتي بحر السانوية كانت مدرسة بتخيل إنها في مقام جامعة يعني كمية الأنشطة فيها الإزاعة المدرسية الجمعية جمعية الموسيقى كان عندنا مرسم للفنون يعني أنت الفصل حصة الفيزياء في معمل بتاع فيزياء بتطلع بتمشي المعمل بتمشي المعمل بتاع الكيميا حصة الرسم بتطلع بتمشي المرسم المرسم فيه ستوريو تسمع بوب مارلي تسمع فوقو ميوزيك الأستاذ بيدريسنا الرسم أستاذ اسمه عسمت عسمت ده من الناس من خلاله أنا حبيه تسمع بوب مارلي كان من خلال الشرائط اللي كان بيجي بأستاذ عسمت في النهاية جراءنا بقينا نستلف من الشرائط يعني كسرنا الحاجز وبيقى صاحبنا يعني ده المراخل درسنا فيه عشان كده انتمعنا لبحري لحد الآن القروب بتاع بحر الحكومية فيه أجيال عجيبة جدا بما فيها حنشوف لاحقا في الجامعة أستاذي الأشرف عليه في الماجستير كان من خريجين بحر الحكومية فهي مدرسة كان عندها وقعها بالنسبة لنا في المدينة وبالنسبة لنا نحن على المستوى الشخصي طيب يا دكتور معليش أنا أودك فك هنا طبعا يعني أزل ما نيجي أحكي لك بطريقة جميلة كده عن بلده وعن القدسية بتاعت بلده كده انت وطماتيك لي بقلبك بيعني بحين انك انت تشوف الحتة دي يعني تمام فيعني بحري ربنا يردها ردا جميلا يعني لحضن الجميع ويرد أهلا إلى حضنها يعني طيب الطيب المدارس لحد الآن يعني انت كلامك كله يا دكتور ان المدارس هي شكلت المهنية بتاعتك المستقبل المهني بتاعتك وشكلت الودام بتاعتك أنا دار أشوف الحتة بتاعت الكتابة لحد الآن في المدارس ما اطرقت لها يعني طيب لحد الوقت تاك أنا ما بقدر أقول عليه انه كان في حاجة في الكتابة صحيح أي بكتب في الإنشاء خلينا نقول كنت دجال كبير يعني في الإنشاء لكن ما كان في بالي أني أكون كاتب بالمناسبة لحاجة جات جدا ولا كان في جزء من أحلامي أني أكون كاتب يعني وأنا في السنوي كنت بتأرجح ما بين عدة مسارات يعني حتى الهندسة ما كانت بالمناسبة من ضمنها يعني بفهم الكلاسيكال ده كنت أحيانا بقول أنا أمشي معمار ما أعرف ليه كنت أنه بكون عايز أقرأ حاجتين لأني كنت برصم كنت بقول لو مشيت معمار بخش معاها كلي تلفنون تك بحاجة كده زي ده فينش يعني فنان تشكيلي ومعماري تاني أقول لا أنا أخش أقرأ فيزيكس أو ماس ومعاها فلسفة دي كانت السنائية اللي أنا عايش فيها فشلت أمتحنا الفنون كنت شائلة لكن من الأشياء اللي حنيجي نقوله أنه أحيانا أنت بتخطط لأحاجات وسمبل ما ربنا ما بيريدها أنا عملت عملية جراحية ببنيج كامل قبل 48 ساعات امتحنا الشهادة وبيقى الامتحان ذاته أعتريسك أنا حمتحن ولا ما حمتحن وأستاذ سر الختم القدامنا ده مشى الوزارة معاوز وزول قريبنا طبيب بزل المستحيل مع سكرتير امتحنت السودان أنه امتحن في المستشفى فرفض وفي النهاية وافق بشرط أنه يتعامل فصل يتخذت ليه فيه وسرير ويتعقم باعتبار أنه طالع من عملية ويكون فيه طبيب مرافق وأنا أجي أرقود في الفصل ده أو المكتب ده فلك أنت تخيل أنه أنا من المستشفى للغرفة دي جاء الطبيب عقما عشان التتنوس والأشياء للغرفة طالع من العملية ومن اللول نبهني أنه يا أخي أنت البنيج الكامل ده حيستمر معاك عدم تركيز لمدة بتاع التلاتة يوم وعليه ما تتخلع لو ما قدرت تشتغل طبعا كده خلاص الأحلام بتاعت أنك تخش في الأوائل راحت مع الحالة ديك وكان للأسف الامتحان الأول رياضيات إضافية والامتحان الثاني كان كيميا فكانت حاجة محزنة أنك أنت بتغالب في النعاس وما قادر تركيزه قدامك المسائل عينك لها كده أن الحاجة دي ما غريبة عليك لكن أنت بتفتش فيها ما بتلقاه فده كان شعور بائس جدا يعني ما أنساه بعد ذلك اليوم الثالث بديت شيئا فشيئا استعيد اللياقة الزهنية ودخلت الحمدس حتى كنت بقول له صحابي يا أخي أنني الجامعة دي دخلت وانا راقد يعني فالتجربة كانت مزعجة جدا يعني طيب بسواب الحاجة دي ما متحن الفنون لأنه كان مستحيل تمتح نرصب وانت وانت راقد يعني فبالتالي المعمار والفنون ضاعت ميديت لي يعني كواحدة من الخيارات ودخلت في نقاشات طويلة إلى أن وصلت لأنه اقتنعت أخش الهندسة باعتبار أنها حاجة كده بين العلوم التطبيقية والعلوم النظرية وفيها جوانب اقتصادية غيرها وافتكر أنها كانت مناسبة يعني تبثني الخيار بتاع الحوامة اللي بعمل فوقها هالسانة بين الضروب المختلفة يعني من المعرفة أي مجال في الهندسة يا دكتور؟ أنا دخلت كهرباء ودي ممكن طوالي تقودنا للجانب الثاني أنا ساقعد أسوقك بيقول بذل ما بتسوقني لا أنا ما استفع جدا جدا أخوض راعتك يعني دخلت الجامعة كهرباء الناس اللي بيعرف كليت الهندسة دي شجرة اللبخة الشهيرة في كفتري الهندسة والصورة التحد دي كانت رحلة لمصر دي الباخرة لو بيذكر زمان كان في باخرة اسمها عشرة رمضان غرقة وكمية من الناس ماتوا فيها فيلا دي الباخرة في الجامعة الهواية الأساسية كان بالنسبة لي في الوقت داك الجيتار أيضا ما في أي كلام عن كتابة ولا حاجة زي دي أهو دي الصورة لي أنا معاي واحد من الزملاء دفعتنا والجيتار دا قضى معاي كل سنوات الجامعة لحد ما تخرجتا وما بعد التخرج حتى قريت هندسة كهربائية وفي الجامعة في ناس أسروا عليه بكسافة على يدك اليمين فوق دا دكتور معتصم عبدالله محمود معتصم دا أيضا قرى بحر الحكومية ولما دخلنا الجامعة كان بيعملوا انترفيوه لمحاصن الصدف العملية لانترفيوه كان معتصم نفسه ولما سألني إن انت جاي من وين قلت لانا من بحري قام بقول ليا أنا ذاتي من بحري في النهاية طلع بعرف أهلي كلهم طبعا واتحولت لصلاع عميقة جدا لدرجة إنه لما لف الزمن وأنا ماشي أتزوج أنا سكتوه زيه زي أي زول من أهلي يعني المفروض يمشوا يخطبوا لي يعني فداما كانتو بالنسبة لي كانت عميقة ولا زالت يعني ولا زالت درسنا باور سيستيمز وبيسوب أنا مشيت الباور سيستيمز يعني أحببنا لها تحتو المرحومة البروفيس السمير جوبريال ده واحد من علماء السودان الأفزاز يعني في مجال التليكومونيكيشن درسنا إلكتروماغنيتكس وللأسف الاثنين اتفصلوا للصالح العام وفصلت دكتور معتصم غيرت مساري المهني بالكامل لأنه أنا عملت معاه الماستر في الباور سيستيمز وكنت مؤمل في الوقت داك إنه أعمل البيتش في دي في الباور سيستيمز فصلتنا الصالحة العام خلتنا كلنا مشين الشارع وانقطعت المسير الأكاديمية بسبب فقدانه طبعا نفس الحكاية كان براف سمير ده ترفض معاه وكده فكانت حاجة محبطة بالنسبة لي واتسببت في إنه بعدت من الباور وبيقت أزمة في الوقت داك الباور سيستيم بتعني إنك زمن داك الشغل ما في قطاع خاص ضخم يعني هتشتغل في الهيئة القومية للكهرباء ودي كانت من رابعة المستحيلات في الوقت داك يعني مع الظرف داك فكان لازم أشتغل ما إنت محتاج تأكل وتشرب وتواصل حياتك إلى أن تلقى فرصة ما يعني فكرت أطلع ولقيت قبول من نورس كارولاينة في أمريكا إلا أنه ظروف عائلية غاهرة منعتني أنه أسافر فتركت المسألة هنا نجلي أثر الناس بالجنب الشمال تحت ممكن كلكم بتعرفوه أمدرحمن كرار أمدرحمن أيضا من بحر الحكومية أنا أعزوار التحييز هنا وفوق عليه أمدرحمن شريف برضو من بحر الحكومية وأمدرحمن كان قدامنا شريف ما حضرناه في بحري لكن كان بالنسبة لنا شخصية معروفة وده كانوا رول مودلز بالنسبة لنا يعني قدوة أمدرحمن من الناس الأذكر عرض علي شغل في شركة ناس أصحابه بعرفهم لأن أنا فترة الماستر اكتسبت سكيلز كويسة في البروغرامين فقال إنه أنا Why not إنه أشتغل البروغرامر إلى حين ما الظروف تتحسن وبالتالي لما مشيت البروغرامين ما بقول بشغف وكلام كبار زي ده أبدا أنا بالنسبة لي كان الشغف في الوقت ده في الpower systems والبروغرامين هو بس محاولة لأنه تشتغل عشان ما تقع في الإحباط وعشان تدخل الجروش وتستمر الحياة عن بعض الصدمة اللي حصلت بفصل دكتور المعتصم وسبحان الله إن فتحت الأواب اللي أنا مشيتها باعتبارنا حاجة مؤقتة لإنها تكون عمل دائم والتحدي كان جميل بالنسبة لأي تفتحت الأواب بتاعة البروغرامين والسوفتوير انجينيرين وأخذت الموضوع بجدية أشان يلف الزمن والPHD اللي انقطعت تجي بعد أكتر من عشرين سنة لكن في مجال مختلف بالكامل اللي هو الصوفتوير انجينيرين فبالتالي من الناس الأيضا حببوني في الpower في الزمن دا كان بروف عبد الرحمن أو الزمن داك أستاذ عبد الرحمن لأنه كان ماسك اللاب بتاع الpower systems والشريف كان في التليكم من الناس المميزين الشطار وزي ما قلت لك إحنا كان تحيزنا إنهم هم من بحري من نفس المدرسة حقتنا في نفس الوقت الناس المتفوقين في الكلية وبعد ذاك جمعني مع بروف شريف المبادرة بتاعة الـ IEEE شريف طبعا كان هو الرئيس بتاع الـ IEEE أنا كنت السكرتيري العام فاشتغلنا سنوات مع بعض في أيام الـ IEEE الأولى التأسيسية ودي زاعة مرحلة من حياتنا فالأربع أشخاص ديل أقدر أقول إنهم هم الساهموا في تشكيل الحياة الجامعية الأكاديمية طبعا الجامعة من الجانب التاني كانت ملانة بالأنشطة في الوقت ذلك سواء كانت أنشطة أدبية أنشطة سياسية دور الجامعات الأنشطة الموسيقية فالدراسة كانت بتمثل ما بقول طبعا حاجة قليلة لكن جزء من كل يعني فما كانوا الناس هم الناس البيور أكاديميين بس بيمشوا المحاضرات وبيجوا لكن كانت حياة غنية جدا بمختلف التفاصيل فدي تقدر تقول المرحلة حق الجامع إذا عندك فوق حاجة جامعة الخرطوم ديها ديكتور طارق يعني هي طبعا زي يقول شنو انتو بتقول عليها جميلة ومستحيلة الناس القروا فيها أنا إحنا من برة ذلك نعي الله إنها والله جميلة وجميلة ما مستحيلة ولا إيشي لأنه بيكون في الغالب في درجة ولا درجتين من هندسة جامعة السودان والإسلامية ولا كده دي الناس طبعا قروا في السودان كان ريليت للكلام ده إحنا القرينة برة ذلك وهم نكون ما عندنا فيه هنا أنا ده أكتر كيزلي يعني خرطوم في التشكيل بتاعكم بتو ناس كلية الهندسة شنو التيار العام كان فيه كدكو بتو طبعا كل فترة بكون في كده زي يقولوا شنو في ثيم في السياسة وفي الثقافة وفي الحياة الزي دي واركان النقاش ونجوم وكلام زي ده المرفض لما نصغفنا البروفيسور الوليد قال قال إنه يعني كان تقريبا في السانوية حدر له ريكم بتاع نقاش في المدد السانوية وكان معاو كان ريكم بقيادة محمد فول حمد الحسن أيها لو كتاب بالصدفة يعني كتاب فيو وردة كيدا مرسومة لون حبرة كتاب بتاع واحد عديب روسي فقال محمد فول في أثناء ما هو شغال في ريكم النقاش قال لمح الوليد شار الكتاب وفيو الوردة الحبرة فقال له أخذ تأسمع ما تعمل لنا فيو وردة حمرو وقلت له شيوعي ما تقول لنا فقصة بري فاني فشنو يتو كان بتاعكم في الجامعة شنو الحاجات إحنا الجامعة حدرنا فيها أحداث ضخمة إحنا جي للحضر الانتفاضة بتاع 85 ولما نقول للانتفاضة في الوقت داك حنذكر أسماء بعينها يعني رئيس الاتحاد كان عمر الديقير إنه معروفة الآن لو حمت في الأركان الزمن داك الجامعة النشاط كان حاجة ضخمة جدا لدرجة إنه في ناس بيكونوا بعد ما تخرجوا بيجوا بقدموا الأركام تاعت النقاش لأحزابهم لكنهم ما طلبوا في الجامعة يعني كان ما كانت تقدر تقول فلو قلت لك في الأيام دي تلك كانوا بيتكلوا في الأركام منه ممكن أقول لك مثلا أمر الديقير كان من المؤتمر السوداني محمد جلال هاشم الحاج والراغ محمد طاها محمد أحمد دالي أمر القراء ديل الأرتاننجي اللي كانوا في زمننا اللي هم ليتر بيقولوا ناس كلهم مشهورين يعني في بمختلف تنظيماتهم السياسية محيدين الجماعابي مثلا دد المناخ العام حضرنا نحن الانتفاضة شهدت كان في الوقت داك فوز التجمع اللي هو شان كيدا بيقى قلت لك الدقير كان بيقى رئيس الابتحاد فدالمناخ اللي نحن درسنا فيه مناخ كان مناهض لنميري لحد ما قامت السورة شبيه ب بستة أبريل الثانية طبعا عندك ستة أبريل الأولى يعني فبكل تفاصيلة يعني ستة أبريل زاتة سبحان الله لف الزمن لواحد طلع في دي بجي طلع في دي يعني مع فارد السنوات لكن دا المناخ المناخ دا ما في شهد بجوانب تاري كيف ما في يعني 2-6 أبريل والاثنين تقريبا نفس الـ outcome وطا للأسف أكتر أسوأ للأسف للأسف ما في لأرني طيب جميع ما دايرك بس يعود خطومك تحديدا دكتور طاري يعني شوية كده شايفي في الجامعة وبعد ذا كنت ليتر طبعا ما جيت بجيت محاضر في الجامعة ذاتك بجيت تعال الحياة بزوم آوت بتقدم تشوف الحياة بصورة أوضحة وبعد ذا كنت ذاتك بجيت international figure طلعت لي بره وعملت زوم آوت أكتر وأسي شايف الحاجات زي بقوله بصورة واضحة جدا جدا فقل لي يعني لو إيت تاسي بتتكلم مع طارق أحمد خالد في سنة ثانية ولا ثالثة كهرب بجي عاد خطوم في الباور فشايف شنو كده يعيد لي وصف القصة دي طيب شوف هنا في معضلة من الحاجات بالمناسب بدأ مشروع رواي يعني شغال فوقه وخاص بنشوق خلينا نقول طبق تلعفندية السوداني نيني يعني هي رواية تاريخية بتبدأ من من نشاط كل يتغردون يعني فبتح بشه الأساس أنا كزول في جوانب في وقتها ممكن كنت أشوف إيجابية يعني على درجة عالية كنا من السقافة خلينا نقول كان كل حاجة موجودة تحتيدك الداخلية في منتحة رفاهية غيرة لكن لو جيت الآن أنا أنت لها بنظرة ثانية بقول إنه قد تكون شكلت شي من النرجسية السالبة أنا بقول كلام ده كزول إنسايدر لا يا دكتور طارك أنا نيابة عن جموعة الشعب السوداني والبحثين السوداني بس أقول لك شكرا جزيلا واصل في الموسيقى الجميلة بتاعت الجيتار إنسايدر نسمع من الإنسايدر طيب أسمع يعني 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 يخلينا يعني ما نجأ ما نجأ ما نجأ قلنا إنه فيه 2-6 أبريل 2-6 أبريل ونفس الـ outcome المرة ذي أسوأ كمان حالي دمرت البلد كلها صحيح صحيح وده ده جزء من مشروع ينقطع بسبب الحرب أنا بديت فوقه وجمعت كمية ضخمة من الليتر وكنت ناوي خلينا نقول فرغ نفسي لي فترة فيه يعني عن إنه الجامعة مما نشعت نشعت لي وكيف والملابسات اللي وصلتنا للحط يمكن ده موضوع طف شوية يعني وحار جدا لما نجي منزول هو من جون مؤسسة كمان بشكل أو بآخر لو ريحتك تاريخيا للناس رعيل الأول من الناس اللي نخل المدارس خلينا نقول مش الجامعات حتى طبيعة الشعب السوداني لو ريعنا زمن الإنجليز بنلقى النوم يا مزارعية يا رعاة يعني بالشكل البسيط ده الاربنازيشن ضعيف ما موجود يعني أو موجود في الخرطوم بشكل آخر فرطوة تركية خلينا نقول طيب لما جون إنجليز وبدأ يدخلوا التعليم النظامي الناس العادين نفروا وكان بيشوفوا أنه زي ما كان قال بيقول مصطفى التنين مدرسة المبشر وكذا يعني ففي كان شعور سالب نجحوا بعد ما دخلوا خلينا نقول الأعيان بتاعة القبائل الكبيرة والناس ديال أغنعوا من يدخل أولادهم المدارس فالناس دخلوا طيب الناس ديال لو لاحظت تاريخيا دخلوا من الابتداء داخليات ولحد ما جنوا موزج حنتوب وخرطقة واد سيدنا داخليات وبعدين جا داخلوا جا داخلوا جامعة الخرطوم داخليات طيب أنا جاي من بيء بسيطة جدا من الابتداء أنا قاعد في داخلي وباكل بشرب بين نمط معين ما النمط لعند أهلي باكل وبنوم وبلبس ما اللبس لعند أهلي بدرس حتى بلغة انجليزية ما لغة أهلي بتعلم حاجات جديدة أنا ويستايم ببدأ نعزل من أهلي شيء تام أبيت مش لأن أنا إنسان كعب لكن البردايم بتشكل بالشكل ده طيب لو ما سكت الرعيل ده دار أقول إنه ده الأفنية أن لمن استلموا البلد هم تلقائيا كانوا شبحي مع الزولين من الإنسان العادي البسيط تفتكر زول زي ده ممكن يقوم بمشروع نهضوي لشان يقوم ينهض ببلد أنا قناعتي لا هو ما ميد للحاجة ده ما ميد للحاجة ده ولا البردايم بتاعه كان اللي تشكل بسمح ده الحاجة ده ما عايز استرسل في الحتة دي لكن أنا جمعت كمية من الشواهد اللي بتتكلم عن ناس خلينا نقول ممكن يكونوا مستلبين لو ما عايز أخفف الكلمة أقول بعيدين من الواقع لو لو تكلمت بدبلوماسية شوية ولو الشخص بعيد من الواقع بيكون عاجز أنه يخلق تغيير حقيقي في الواقع طيب إذا كان هو عاجز أنه يخلق حاجة زي دي النتيجة أنه حتى المحاولات بتاعته طبيعي أنها تكون فاشلة يعني بقيف في الحدود دي وعلى أمل أنه في النهاية الحاجة تطلع مكتوبة بتفاصيل أكتر إلى حين ما يسر والله نحن نطلع قدما للحاجة التي ستطلع لأن إذا أقول التغييرات والتحولات الكبيرة التي حصلت في أي كوميونيتي بتطلع من ناس يعني الأبرطايد في سالسافريكا ما نجحت إلا لأن الوايتز البيض اقتنعوا بأنه هم بيعاملوا في براكتس غلط وأنه عشان يصلحوا البتاعة ده لازم تؤدمت الكلام البتاعة يعني عندنا في السودان يعني محتاجة إنها تنتقد نفسها ذاتيا من غير ما تفتكن الناس التانين يعني بيهدد وجودها ولا متأمرين عليها ولا كده منها مع كامل احترام والمحبة مع تخرطوم وخريجيها الكلية الحربية وخريجيها وآخرين الحربية أنا بأتفك يا دكتور يعني أنا أنا بأتفك معك تماما في الكلام اللي أنت بقيت وده يعني ده أصلا ده ده بالمناسبة ده الخروج من عقبة زجاجة لسنين عايشين ده لما الناز ده احترفوا والله جماعة يا أخي نحنا بشر نحنا وغربنا في الحاجة دي نحنا والله كنا دائرين نعمال كده لكن حصلت كده كويس فالناس شايف انت شايف غلطات بس توجه السهابة للشخص الثاني أو للطرف الثاني أو للحزب الثاني أو للجهة الثانية عساكر تجاه مدنيين تجاه عساكر غحاط ضد كيزان كيزان ضد غحاط فكده بالطريقة دي نحنا ما حنطلع من عقبة زجاجة حتكون الحرب دي حتكون مدورة كده مدورة يعني ناسي في حرب ما معلنة اللي هي الحرب مثلا في السوشال ميديا في حرب يعني غير انه الحرب على الرصاص الشغال بين الجيش وبين الجنجاويد في حرب ثانية فالحرب الثانية دي لأنه يزول ما دار احترف بانه دقيقة انا ما اقيد في شنو في شنو غلط انا ما لي كويس يعني مثلا ناسي دي كذان لما انت قوس فعلا وانت يعني مياخد مناصب في الحكومة دي تعال احترف قول والله يا اخي سوري نحن اجي مع والله عملنا بغلط كويس تعال اقيف انتو يا ناس غحت لما مسكت الحكومة عملت حدي غلط تعال احترف بالحاجة دي عشان احنا نمشي لك لكن انتو بس بشايف غلط الثاني فبطريقة دي ما نفاو يعني باختصار ما قال دكتور طارق يعني الكلام تجي اقول دائر 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 كلام يعني يعني دائر نقدي ذاتي ودائر دائر تخط في الكون تكت بتاعه فعلا لكن عشان من قمنا مشي صاحب ندم الونا سو تبقى هي محاكمة ل انتو كنت مسترسل ادمركت من جاء الخرطو ولا الوقت تكون اسف البكاريوس دكتور طارق هنا انا لاحظ الماجستير وبعد معتصمنا تركت الجامعة يعني لفترة طويلة حتى نفسيا ما كان عندي رغبة ارجع عليها يعني الا لاحقا جدا بعد ذاك طيب اه اتحولت ل براكتيشنر خلاص قلت انه ما في دكتورة ما في باور سيستمز انا مبرمج وربنا قدر خلاص ان المسار اه يتغير كل كل وما كنت محبط نهائي بقدر ما كنت ايجر انه استكشف الابواب الجديدة فبفتكر في الوقت دا بيجيد جود ديفولوبر بشكل كبير جدا اه خلينا اتجاوز الحتة دي اجي هنا وبعداك ارجع اه اللحظة دخلت بنك السودان انا بفتكر كان عادة تشكيلي المهني اه دخلت في سنة 2000 كان بداية تأسيس الادارة بتاعة تقنية المعلومات وبداية الكلام عن انه دارين يعملوا مقاس الالكترونية وشبكة بتاعة صراف آلي الوقت دا الكلام دا كان رهاب كده لمن تسمع يعني فدخلت كذول تكنيكل بتاعة IT انتقلت بعدا لانه اشوف سيستيمز ضخمة على الناشونال لما تتكلم بعدا عن مقاس الالكترونية ولا تتكلم عن شبكة بتاعة الصرافات آلية انت بتتكلم عن مليون من مربع بتتكلم عن 33 بنك وحوالي 700 فرع يعني حاجة ضخمة ما الانظمة الصغيرة كنا بنشتغل للمصنع الفلاني وللشركة الفلانية وهكذا فهنا اتفتحت الاثاق بشكل مختلف نهائي وتم عادة التشكيل المهني لكن المرة دي ما عنده علاقة بال power system خلاص يعني كده انا قعدت في قلب ال IT وبديت اخش في مشاريع كبيرة و امبلمنتيشن ERP core banking system وهكذا و هنا زي ما قلت انا لمن جات 2005 انت حنت ال PMP فبقيت professional project manager اشتغلت في مشاريع الآن يعني زي ما بتفخر لما تقول ولدك انه الصرفات الالية في الشوارع دي اشتغلنا نحن مثلا انه والله لما تمش تشوف المقاصة في البنك والله يا اخي دي project حقتنا فتعلمت زول technical والاهتمامات الثانية بعضي في جيتار يعني ده الجانب الثاني لكن كتاب لا ما في اشتغلت بعد كده projects استشارية وبديت لأول مرة في حياتي اشتغل ما يعرف بانك تكون freelance وهنا ده بدأت اكتشاف الزات يعني بيقيت امسك مشاريع وبلغ في وقت فاضي كتير جدا ما بين project و project او ما بين course و course وبديت استمتع ب حياتي ك freelance بديت اعرف يعني شنو تكون حر في حياتك صحي بعد اجيت لكن الفترة دي كانت خصبة جدا عدت في اكتشاف نفسي وطلع الادية دفج بدون مواعد يعني ما كانت حاجة مقننة انه الله انا عايز بقى لكن شعور ما داخلي وخلينا نقول هو كان لحظة انفعال بانه بدايات انه الانفصال ماش يحصل انفصال الجنوب انا بالنسبة لي كان السيناريو مرعب في ذهني يعني انه فجأة هنقوم ننقسم الفترة دي هي الولدت الرواية بتاعة الزمان والسرعب الزمان لان البدد البيع فخلينا نقول كانت حالة بتاعة خوف من من انفصال قادم ورواية ذاتة كانت عننا يعني جزء الاول وجزء التاني كله كان بلف حوالين المسألة بتاعة الهوية حقتنا مشاكلنا لها تأدي لها اننا انفصيل وغير فهنا اكتشفت الزمان التاني يعني لاجه الطارق اللسة دا تاني زمان جديد وفجأة بيجت الحياة اخذ نمط مختلف وحتى غيرت في سلوكي يعني بالمناسبة الزمان يقوم يخش في مرضة الكتابة اول حاجة بتحول لزمان خلينا نقول بيحب الشمار يعني الشمار ده هي القصص ففجأة بيجت تهتم لتفاصيل القصص والوانسات وبعدين لما تحصل شكله في الشارع توقف العربية وتقف تتفرج فيها لأنه ممكن تكون فيها يعني حاجة تشيل وتخزن ايوه بعداك بيجت بصاحب ناس يعني مثلا في ناس عندهم مكانيكية جميلة انا اقرب الناس اللي في بحر بيعرف الحتة دي هاي معروفين دي الشخصيات خرافية جدا انا بمشي بقعد معاهم لكن ما بجي بعربيتي لأنه اللحظة لانت تجي توقف عربيتي قلت بيكون في حاجز جايز مظيف كده وافندي ما لا انا بوقف بعيد وبمشي بريليني وبقول لابس لابس عادي جدا ممكن يكون شب شب حاجة انت زول فبيكونوا قاعدين انا بشتري ستة شاي كوباية وبقعد بسمع في الوانسا طبيعي جدا انه بحاول يدخلوك بعد شوية انا بكون منتظر الحتة دي لانه اللي بكون بتونس وبعشي يقول لك ولا شنو يا ولا ده العمل يا ولا شنو ده بتكون الدعوة ده بالضبط فبكون بيجد قاعد انا بسجل كمية من المصطلحات الماء انظر الله بها من سلطان كمية من اللفتات الزكية جدا خلينا نقول عبارة عن امبوت انا بعمل شارجين فبقعد ساعة ساعتين وبعد ذاك بمشي بركبة العربية بكون ملام بكمية من القصص العجيبة جدا بكتب بطريقة الديفولوبر أنا بكوم في لائبر هي حتخش في شنو أنا ما عارف لكن لحظة تجي في الرواية بيكون عندي مادة خام بجمع منها كمية من الحاجات فدي بيقيت لي عادة المسألة دي يعني اذكر مثلا واحد من الاصديقاء كان ببني لي في البيت بداعي مغندس فكان عايزني احضر الفاونديشن ضرب ليل الصباح قلت لي والله يا خنا في فندغ السلام بروتانا عندي بريزمتيشن اوه ايامك كده يعني فنصة نهار طلعت منه عفت لي امش للمكانيكية فقلعت الجاكيت والحاجات دي خطيتها في العربية ومشيت وقفتها بعيد وعادين جيت بريليني لحركة البعملة وقعدت هتو الناس معهم ضرب لي تاني انت قاعد وين قلت لأ قاعد مع سيتشاي في بيزان اقرب فاستغرب جدا انه الزهول الصباح كان قاعد في فندغ السلام وبعد الظهر وقاعد مع سيتشاي ومكانيكية بين الناس فبالنسبة لي كان دي الحياة يعني فتعلمت اقوم اعيش حياة تانية لطيفة جدا حميمة جدا قريبة من تفاصيل الناس بتبعدك من الصفوية والنخبوية بتاعت العفندية ديك وتبدأ لما تكتب بتكتب بالنبض حق الناس الحقيقيين اللي قاعدين في الشارع ما ما شغل العفندية خلينا نقول فدي حياة كانت تانية طيب الرواية عبدالعيز بركساكن مرة وذكرنا صدابوه هنا في الدوحة وبعدين قام قال اخي بتكتب عن المجتمع عن المحلي بتاعك في خشم القربة وكده وكده الشخصية المسيرة الجذر اسمها عبدالرحمن وكده فقام قال عبارة صراحة جميلة جدا قال المجتمع بتاعنا ده ما عنده فرصة انه يطلع زول تاني يكتب عنه قريب فانا بتكلم عنه لانه يعني طلع عنه تمام فهل انت كنت يفتكر نفسك الصوت بتاع المكانيكي بتاعه ميدان عقرب ولا انت الزول الدائري يشيل اللايبري بتاعته ويمشى عشان اعمله لأعماله الخاص الشخصية افتكر نفسك في هاته واحد من الحدتين لا ما كنت صوتهم لا لا انا اكون معك واضح انا ما ما كنت بعتبر نفسي صوتهم ولا كنت بعمل لكن انا كان عندي الهاجس القبيل اللي تكلمنا عنه بتاع الجامعة ازمة المثقفة والخلينا نقول الخريج البيئة خلته في شكل صفوي ذا هو بفكر كيف ويطلع من الان تخدم الناس والحيات كلها بالنسبة بالضبط بالضبط ف عشان كده الشخصيات الجبت في الرواية هي شخصيات مأزومة يعني مثلا في الرواية مثلا قاسم قاسم دا في جامعة الخرطوم قرأ كلها الاقتصاد وحضر في لندن سكول اف ايكان اميكس قادر تتخيل وساكن في شارع المكنمر كمية الخاب دي خلقت منه شخصية كان فيها ازمة كبيرة جدا لانه توجهاته كان عايز يكون زول قريب من المجتمع زول اشتراك في سلوكه وفي الجرسوم التاني القاعد جوا ففي سراع جوا وزاته بخليه بيمشي وبعدين بيقوم بنتك ارجع تاني فأنا مهموم خلينا نقول بجيها لانه بنتميليها زاته بإشكالاته و بأزماته و بمحاول التفاعل مع الواقع وإنا كيف تلقى حل وهي زات المشكلة قادر تتخيل الحتة دي هاي لدي سراع داخلي رهيب جدا جدا زي ما قال لي واحد قال لي الاشتراكيين واليسارين السودانين كلهم مشوا أمريكا عملوا جوازات وفي النهاية للبتر دولار في القليج قال لي عامل أنصار السنة القاعد في بار هي بالضبط كده فتخيل أنه أنت شخص يحاول يعني يحل المشاكل هو ذاته قلب الأزمة والأسوأ أنه يكون هو ذاته عارف كده يعني يعني واعب الحاجة دي الحاجة يعني دكتور ما عند كده فكر الكلام ده ما عنده علاقة بال AI وال self awareness يعني خيل الAI ده لو قام تو كوفر هو معي الحفس هو ذاته يعني الAI ده ممكن يكون خري جاعة خرطون هو شوف self awareness طبعا نحنا حتى لما نجي نتكلم عن الBIAS الثاني شغال اللي يملي في كورس فأهم مرحلة لأنك تبدأ تحل المشكلة هو الBIAS awareness أنه تكون يعني رويع أنه في بايس لو أنت ما aware ما هتبدأ تحل أصلا لأن ما هتكون شايف حاجة لكن على بال ما يكتمل الوعي دان مسألة دي حارة مسألة يعني هي مؤزمة إلى أن تعبر خلينا نقول أنت في حالة زيل عندك ميلارية إلى أن تشفى تأخذ المناعة وتبدأ تفكر بطريقة مور راشنل فدي الحت أنا أنا أتحرك فوق يعني خلينا نقول بكل أمان وبالتالي إنت مفتط راح في حلول الآن لا أجر أقول في حل لا أنا أعبر عن الأزمة باعتبار أن التعبير الأزمة عن الأزمة بصوت عالي هو ممكن يلهم الناس أن يفكر مع ماذا أن يحل وذي طبعا دي المسيرة بتاعت الأنبياء يعني بيكون مئات السنين في حالة سيدنا يعني بيدعو الناس يعني بس يخلوهم أور بأنه في مشكلة لفترة طويلة جدا 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 لحد ما الناس تقتنعوا بعد ذلك يعني يقضي اللهم كان طيب الصورة بتاعة بنك السودان ده عليه رحمة الله فينا يعني تخلت واحد في الكومنس ينا قال لنا يا أخي دارينا اسمع عن فترتك في بنك السودان وما وراء الكواليس انت زول مخترع تمام بجدوى التوثيق وانو والله الميموري بتاعتنا بسواب الحرب وبسواب الخطة الشريرة والتقاء إرادات شريرة كثيرة جدا في انو تمحو الزاكرة السودانية فشنو الحياة تقول عن السودان دي بتهم الناس تحدي الناس كانوا معاصرين وعارفين شفت لما نقول الحاجة دي حل أمور سويت ان سور هي دي التجربة يعني في جانب إيجابي في الوقت داك انو كان في إرادة بتاعت انو تعمل ترانسفورميشن للبانكينج سيستم دي جانب البوزيتيف فكان في استراتيجيك بلان اللي هي على ضو أقامة المشاريع بتاعت التقنية المصرفية في القطاع كله ودي كانت حاجة إيجابية في الوقت داك الحاجة الإيجابية الأكتر كانت برغم انو السيستم كان حكيزان لكن المحافظ بتاع البنك سمح بتعينات غير سياسية خلينا نقول ممكن يكون بشكل برغماتيك انه عايز الحاجة تنجح لأنها هي بتتحسب له في النهاية فمثلا المدير بتاع الإدارة بتاعت التقنية داك نطالع من شاء لا يعني يعني خلينا نقول مثلا دا يعني فالإدارة بتاعت التقنية كانت خلينا نقول منفتحة بشكل كبير جدا في تعيينات ما كان عندها علاقة مع السلطة خلينا لكن كان لابد في لحظة من اللحظات يحصل الصدام الصدام بيقى بيحصل متين لما قامت الأنظمة وبدأ يستقر المسألة هنا بعدما بتي المآكل وبتي ما هو في الوقت ذاك انت بتبني بعد شوية بعدما خلاص يبقى في تبعات لما بيقى في التبعات بعد كده بقينا في انه يا أخوان رسوا العطاء الفلاني فلان الفلاني أعمل لي فلان الفلاني وبدت تحصل الصدامات نتيجة الحاجة دي انه في مجموعة طلعت في وقت واحد يعني المدير بتاعنا اتفصل أو هم المديرين الاثنين تم فصلهم بصورة في منتح السوق وفي منتح الجهود للحاجة اللي تعاملت لأنه ممكن يكونوا في الوقت ذاك بيحسين انه الناس دي خلاص يعني بقول اشنو انتهى وقتون خلاص انا استقلت جزء مننا كان عدم قبول للحاجة اللي حصلت الجزء التاني انا ما عايز اكون اطلع على جسس الناس دي اكون انا المدير القادم فقدمت استقلتي وطلعت وخلقت هز يعني بعد خلينا انا قطعت علاقتي مع البنك يعني بشكل زي ما اقوله النفوس كان فيها ما فيها يعني لكن زي ما اقولت لك الحقبة كانت مضيئة وجميلة جدا الا انها انتهت بطريقة درامية جدا يعني انت متخيل زي زول من فوق كده ودق الوطا مهنيا حتى قطعت المسار المهني بالنسبة لي في التقنية المصرفية كان ممكن الواحد يكون مش فوق اكتر من كده فانقطعت المسيرة لكن بالمقابل فتحت زهني على جوانب تانية انه انا قمت نزلت الماركت بده نظم تانية بده اشوف قطاعات تانية واسرة الحاجات حقتية الشي التاني ما بنكر انه اكتسبت خبرة ضخمة جدا من خلال البروجيكس اللي كانت موجودة في البنك والخبرات اللي كانت موجودة في التقنية المصرفية في البنك فالحقبة خليط من المشاعر اللي خلينا نقول انها متضاربة ومتناغبة زي الحلو امور زي ما قلت لك لكن في الاخر تغلب السياسي على المهني واطاح بالحصل كله زي ما بنناه وكسرناه دي الديلماء الطوالي مستمرة بطيح السياسي الكلام دي استمرر لحد سنة 2007 ولا كم ايوة انا دخلت 2000 وطلعت 2007 طيب انا لما نجيت يعني الاستضافة بتاع التاليكس خرطوم 2012 كان جيتك في البرج بتاع البركة ولا واحد من البراج لا كنت مدير شركة انا مدير شركة ايوة نعم نعم طيب في عندك بتاع المايستير والقبول في جامعة واشنطن مش كده نورس كارولاينا نورس كارولاينا مش دي ايوة نعم فممكن تحكي لنا شوي على القصة دي ليه لانه برضو الناس كان ريليت السياسي والناس كلها متشردة وكده ويتحاول تقدم لدراسات علية وحية زي دي فممكن تدينا يضاع الفترة دي طبعا بالمناسبة ما تنسيت الزمن داك لما قدمت الكلام دا كان في التسعينات يعني بعد ما خلاص فقدت الامل في الدكتورة في السودان نعم وما في انترنت يعني متخيل بتكتب جواب عشان يجيك ريليت بعد شهر بيطلبوا منك حاجة بتكتب عشان تاني بعد شهرين في جوابات مشرو جوابات جاية بالبسطة يعني سلام دا فحاجة منهكة جدا في الوقت دا بتحصل تغييرات في اسرتك بيكون في احتياج ليك تكتشف انه بعدك والدتك مريضة محتاجة ليك في اشياء بتجي تحصل تطيح بكل الخطط ما انت اسا ما بين تبدأ تراسل الوقت بيكون ضيق خلينا نقول قصير لأن الحاجات كلها انلاين فالوقت دا حصل تغييرات خلت انه انا اسافر مستحيل وإلا اكون زول جد عهل ومشا يعني خلينا نقول ففي النهاية خليت المسألة وما ندمت عليها نهاية لأنه بعتقد انه قمت بيدوري المفروض ابو بيك بني آدم يعني عنده ام وعنده أبو مفروض يكون قاعد معاهم إلى أن غادروا الحياة يعني فدي من الحاجات اللي اللي خلتني ما اغتربت وخليت التحضير وقتنعت في الآخر أنه أنا قاعد هنا وبالمناسبة في الوقت داك عدم موجود الخيارات بيخليك قوي بشكل عجيب خلاص قوي اللي درت العناد ماذا ردعي بطولات لكن مرات بيقولوا مكرهون أخاك لا بطل أنت أصلا ما عندك خيار فما حتفكر أنك تمشي لا أنت قاعد واشان قاعد يمكن تقاتل الدنيا كلها اللحظة بيكون عندك الخيار بتاع الطلوع حين بتبدأ تحسيب الحاجات والخصلة اللي كنت بتتخيل شجاعه ما كانت شجاعة لا هي كانت عدم موجود خيارات فيلا دي هنا خلينا نقول للأمانة أنا ما سافرت أحضر للدكتوراه إلا بعد وفاة وعلمته الله أرحمه وفا الله لأنه خلاص بيقى شنو أنت ممكن تسافر ما في حاجة بتخليك أنت مرتبط بأنك قاعد أنت قدر بتعمله ولأول مرة بيجيك حساس أنك أنت كان في جزور أنت مربط بها ففجأة حولت أنت الجزر بيجد أسرتك المربوط بها المربوط بك لكن أنت ما مربوط بها حاجة فالشعور ده بخلي حاجتك مختلفة أنت عندك استقلالية أنك تقوم تتحرك والناس بتتحركوا معاك ففي الوقت ده قال له هجلت يا ده بديت أفكر بس المرة دي الفكرة مختلفة أنا بقيت زول بتاع صوفتوير ولما أنا فكر في البيتش دي حفكيرا في الصوفتوير قال له مسألة بتقبى totally different انت مزول الزمان بس ده ننبيح ننبي هنا لحتة technical العلم اللي قرأت وما راح كله كله ليه لأن الجامعة بتنمي فيك سلوب تفكير قبل كل شي طيب أنا من جيت أشتغل البيتش دي بتاعتي كانت في الصوفتوير كوست كونترول هي صوفتوير بروجيك مانيجميند فكانت الآلية بتاعت كونترول الصوفتوير طيب أنا استخدمت في الفوزي اللي هو أصلا كان جزء من شغل الpower systems الpower systems انت محتاج تكنترول الفولتج بحيث انه يكون دائما fluctuating ما بين upper bound lower bound وقد تستخدم الفوزي systems في انك تكنترول المسألة دي أنا ببساطة عملت الانالوج ده يعني يعني نقلت حاجاتي أنا بعرفة في الpower system أنا اترايد انه كده ما اجرني بل نمط التفكير ده انه اخلي المسألة دي متأرجحة ما بين upper bound وlower bound وشوف بتمشي ولا ما بتمشي وجابت نتيجة مزهلة مزهلة لا ينزهلة قبل كل زول وفي اللحظة دي حسيت بين شوات نياخ الpower الخلي ما ضاعت يعني ما لف وجاب عشرين سنة ولا اكتر من عشرين سنة طلع لك بطريقة مختلفة واد شكل تفكير جديد وده هنا جمال الانتر ديسيبلين انك لما تقوم تنتقل من ديسيبلين لديسيبلين انت ما بتقلع حدوما بتجدعه وتمشي لا انت بتشيل معاك ارس بتاع التفكير بتنقله للحاجة الجديدة وبتبقى دي هنا الاضافة السرة في البحوث عشان كده دي معلش معلش انا قطعبك يا دكتور لكن دي بالمناسبة دي نقطة مهمة جدا جدا فشكرا لك انك اثرت بالطريقة الجميلة دي اثرت بالمثال لانه في ناس بيكونوا الواحد متردد يعني بيكون هو مائل مثلا للصف انجنيري لكن يعني خايف انه والله اخنا ما عملت الماجستير بتاعي مثلا في هندسة معمارية او في محاسبة او في اقتصاد مثلا فبشوف انه والله اخي النقلة دي كبيرة مع انه انت لازم تشوف الاول الحاجة لانه اتخيل لي زاد يا دكتور ما بعرف لو يتتفق معاي الرغبة بتختلف على حسب الديماند يعني على حسب الشيء المتوفر في السوق شنو يعني هسي دي مثلا الناس ماشية على الـ اي اي ماشية البروجيت مانيجمنت ماشية الالصوفتوير انجنيري اكتر من زوان يعني فالواحد بعد ذلك في ناس بيستقل واحد بيكون قري اختصاد بيقول لك يا خانا لو حاولت امشي للحاجة مثلا data analytics ممكن الحاجة دي ما تكون متوافقة مع الحاجة اللي انا قريت يعني فشكرا ليك انك انت الحتة دي يعني وصلت علينا بطريقة جميلة يعني تفضل يا دكتور ودي بالمناسبة حسة يعني يمكن الواحد بيقول طبعا حياته في حالة كاونسولين بيتصل بيك ناس محتار في كده دايما فكنت قاعد اقول للناس يعني مثلا انه امبارح في شخص من التلكم بيقول ليه انا عايز امشي لل data science فكنت بيقول امشي لكن ما تفجد ميزتك ليه لانه data science مداخلة مع كل العلوم مع كل الdisciplines ياخي امشي في التلكم analytics استفيد من انك تلكم انجينير واستفيد من التولز والاشياء اللي بتتيح عليك data science لكن applied في مجال التلكم عشان يكون عندك الcompetitive advantage انك انت الان والتخصصية بيقول كده يعني في ناس بتعين financial analytics في ناس بتعين telecom analytics في ناس بتعين healthcare analytics طيب ده الجاين من وين وهو ما ما يا جاي من القطاع البي جاي مش لل analytics او من الانالي تيكس مش للقطاع البي هنال فالناس ما تخاف لانه هي العلوم انفتحت على بعض طريقة رهيبة فانت وين ما مهم المهم هو التفكير العلمي في حد ذاته نعم طبعا دكتور طارق مرضو ممكن نقول انه دي على حسب الbreak بتاعك كان كيف لو كان بات بريكم انت بتحاول تقطع حلقتك تباول مع الحاجة كنت في هذه لكن لو كان smooth و transitional زي الحياة بتاعتك انت بتشير وي apply knowledge ويتransfer ال skills لخدها من المجال الأول للمجال الثاني طبعا دي حاجة جميل جدا لكن طبعا اعتقد برضو دكتور طارق هو زمان العلماء دي كلهم multi disciplinary و inter disciplinary يعني كل واحد كان عالم فلك وبتاع كيمية وبتاع حياء و اديب و مش كده صحيح صحيح وانحنا راجعين تاري اقولوا لمعصة التأسيس طيب بعد الفترة بتاعة البنك المركزي وال break up بتاعك منه bad break up بتاع البك البرك زي ما ظنك شلت منه عاية مجد باول اشنو انا خليت راجعت ل fps اللي هي still related لها لكن كشركة بتاع software و اشتغلت فوق وكان في نجاحات كبيرة جدا يعني اشتغلنا في الجنوب اشتغل الشركة كانت خاسرة تحولت لشركة ناجحة ادتني experience في management بالتحديد يعني انه تكون general manager تدير شركة والشركة شغالة في كم دولة وهكذا ابدأ عملت ال pnp ولا ليس لا لا عملت ابدري pnp عملت في بنك السودان انا اوكي تمام ممتاز انا لما خليت fps خليت وانا ما اشتغل ال phd باعتبار انه خلاص انا طلقت الوظيفة وطلقت الشغلة دي كلها وخلاص تاني انا ما عندي علاقة بقطاع مصرفي ولا financial systems ولا اي شي بدأ تشكل جواي الرجوع للا اكاديميا لكن لاني جيت زول من ال industry فولا ال industry خلينا نقول industry research اكثر من اكادمي research وبالتالي بلقى نفسي في ال consulting لانو ال consulting عبارة عن r&d عبارة problem solving اكتر من انه يكون انت شغال في research academy فلما شيت عملت ال phd ما كان بالضرورة اني انا اكون استاذ جامعي بقدر من انا اكون قادر اشتغل ال research بصورة مهنية professional بقدر تصوف ال problem بشكل كويس وقدر تمنج ال research projects لكن في بالي ان ال research projects دي industrial real عشان كده لاحظ ما قعد اشتغل في جامعة الخرطوم بشتغل معها متعاون ما full time حاجة خلينا نقول اشبه بال social responsibility خلينا نقول بشرف على مشاريع from time to time لكن بحب التدريس وممكن لانه يعني طبعة زول خاصة بيقى بيستفيد من قصة الرواية بيقى زول حجاي وحكاي فبونس الناس قدامك هنا دي صور وسط الطلبة لو لاحظت بتلقى الاماكن مختلفة جدا يعني على يدك اليمين فوق دي قاعة دي قاعة جوال كلية لكن لاحظ على يدك الشمال دي اوزون بالمناسبة دي ما كانت حفلة بتاعتنا اللذي كانت لكشر الجامعة انت عارف الجامعة دي كان بتشتغل وبيتقفل شهور يعني بطبيعة للحال انا لما انت قفل بتم المقرار لانه بكون عارف دائما بكون ماسي خامسة بيجوا بيزنقون بيفتحوا الجامعة بقولين امتحن بعد اسبوعين ويكون ما خلصوا فاشان نتلاف الحاجة دي انا كنت بلمهم وبشتغل معهم خارج الجامعة وهم بيجوا لانه دي مصلحتهم يعني فمثلا لو لاحظت تحت دي كانت القاعة بتاعت FBS دي كان طلب الصوفت وير فكنت بجيبهم في قاعة الاجتماعات نهاية اليوم وبشتغل معهم المحاضرات الفوق دي كانت في اوزون يعني لما بتاعت لكشر مع ونس مع كده في طلب معاي كانوا بيشتغلوا معا مشراء التخرج انا كنت بناديهم في سولتير بنقعود وبنشرب شاي وبنشتغل البروجيك وبنتونس فبتعامل مع المحاضرات خلينا نقول زي المتعة والهواية اكتر من انها واجب مفروض عليك وبالتالي ما كان مهم بالنسبة لي انه التقوص التقليدية بتاعت القاعة والمحاضرة شكلها كيف وكده لا فأي ما كان ممكن اشتغل المحاضرة وبالتالي علاقتي مع الطلب على مرة الاجيال بيقى توطيضة جدا يعني من جيل لجيل بيكونوا اصحابي الفيسبوك كل الناس الفوق دي الاصحابي طلبتي فاتخلقت العلاقة والعلاقة بتمتد بعض الان بتمتد لي منترين بتمتد لي كونسلين وبعد ذاك الكتوب بتتلاحق وبنبقى اصحاب يعني بشكل عادي جدا ممكن تنسى ذات انك انت كنت بتدرس في يوم من الايام يعني فالجامعة رجعت لها بالنهم ده بتاع الزول خلينا نقول داري فيش غل الشاف وفي الاندستري فين يخلق واقع افضل جوا الجامعة فجيت بالروح دي وبعدين بالنسبة لي زي كانت موضوع بتاع هيل كده يعني انت زات بتتعالج من الروح الحلو جوا الجامعة من الحاجة دي الحاجة التانية انه بتخلينا ارجع لنا سي ذات و يعني يعني بروف عبد الرحمن كرر و شريف فضل و كل الناس الاصلا رايعنا تاني مع بعض و دي ذات عندها كانت قيمة النفسية يعني للواحد ف في الجامعة ذات زي يعني كم مرحلة في حياتك قبل وبعد يعني وانت طالب وبعدين انت بتحضر في الدراسات والعليا بعدين تخليها بعدين ترجع لها استاذ واستاذ بتدريس المواد اللي انت ما درستها وانت طالب دي ذات بالمنازبة من الحاجات الفني ولما نيجي الطلبة دائما في التخصص وقول لك عايزين نمشي كنترول ولا ما نمشي كنت بقول لهم يا اخوان هتحدى اي واحد فيكم بعد عشر سنين لو كان قاعد في حتة تلقاعد فيها انو الدنيا دي متغيرة يعني انا لقدام كنت ده بدريس كن في مادة انا ما درست ها لما كنت معاكم ف take it easy المسألة ما بالتعقيد ده لو بتتذكر كان في قروب الباحسين كنت بجيب بعد شوية كان في مقال اخد رواج كده ده اسمه شعب الله المحتار من اختيار ايوة نعم التخصص بالمسألة نعم فده ده كان عن الموضوع ده انو الناس ده اخوان البنية دي ابسط من كده يعني ما تقعد تقول انو انا لو مشيت كنترول وطلع ما نافع معايا دين هاية الدنيا ولا اي حاجة في حيطة بتجيك ممكن تخليك تغير اتجاهك ممكن تتلب وممكن انو انا تخصصت في كده خلاص اتحول لي سجن عمرك تخصص ما بكون سجن لزول فالجامعة مرحلة تانية حميمة جدا طبعا المرحلة دي مستمرة لحد الان يعني لحد الان بدرس صحيح الان بقينا online فقدنا متعة التواصل لكن في النهاية يجب ان تستمر الحياة اي كان الطريقة يعني فالكاشر شغالة بس للأسف بيتدرس الناس لحد ما تنتهي السنة بتكون ما قابلتهم يعني ممكن دي يكون المحزن في الموضوع انا وياسين دارس وكان ريليت لانو الاثنين درسنا في جامعات في السعودية انا غيرت في جامع في السعودية درست طالبات قريبة السنتين ما شفتهم ما كنت عارضين وين اصلا حتى مرة مضحك والطالبات لو قام قالوا وروروك وروروك قامت حريقة انا عشان ننقذهم ذات والمبنى بتاعهم وين ما عارفهم شغال بال اي بي كاميرا بتاع فهي انت ما وشيد بعيد انت قريبة كانت موجودة في الريجل مع فارغ الامكانيات الضخمة جدا دكتور ياسين مرضى يعني فانت اصلا رايك شنو في القصة بتاعت استمرار العملية التعليمية في الانلاين وشنو الحاجة الممكن تقول مثلا لادارات الجامعات والوزارة والتعليم العالي في العند بتاع انه لازم تكون كده ويكون وجاهزة ويقول لازم نسمع منك والله طبعا هو الآن هو ذات البنية التحتية الآن سواء كان للبلد والجامعات فيها challenge يعني الآن الاتصالات نفسها صعب جدا تعمل live streaming في السودان الآن في difficulty وبالتالي الناس بتمشي للطريقة الميتة بتاعت انك بتسجل المحاضرة وترفعها في الـ platform المعين والتالي بتفقد التواصل إلا بعد ذاك تبقى تعمل لها augmentation بإنه يحصل discussion later في وقت من الأوقات لكن في الآخر هي أفضل من انها تكون ما موجودة نهاية لأنه نحن في ظرف استثنائي فعلينا أنه نعمل investment في البنية التحتية التالي اللي هو الآن بيقابل الناس في الكليات العملية التطبيق اللابات وطبعا هنا بتفتح الباب للآخر في simulation ودي برضو من الحاجات الكويسة الآن بدو ينتبه الآن ان يشوفوا simulation platforms عشان يعملوا بيها التجار بتاعاتهم قدمت الناس خطوة لقي الدام إذا الناس اجتهدت في الحاجة دي والأمور بعد ذاك لقي الدام رجعت بيقب عندنا blend خليط جميل ما بين متين نستخدم simulation systems متين نستخدم الحاجات الـ online وفي نفس الوقت نستخدم الحاجات الـ face to face يعني في النهاية بيبقى hybrid زي الآن في العالم انت الآن جزء من الدنيا الـ covid حولتنا online ولما رجعنا رجعنا hybrid فأخذنا محاسن الـ 2 يعني وقدمتنا في النهاية بشكل كويس فالآن هو لا بد مننا عشان تستمر الحياة وإلا هنضيع مستقبل أولادنا يعني أي كان المسألة بكل بتاعتها ما في غير ما أنه نبدأ ونمشي فيها ونغلط ونصلح إلى أن يجي الوضع الطبيعي بفتكر بنكون اكتسبنا من الخبرات في وقتها ما سهل وممكن تقدم الحاجات بشكل كويس قد تقوم تدي أولادنا برضو فرصة كويسة للـ self-learning لأنه الآن ده سلاح في الحياة ما أنت ما طوال حيعلمه فيك هتطلع وحتعمل الكلام هي نقطة مهمة جدا الحتة بتاعة self-learning وواضح إن كنت من فيها لأنه أسي سجى سجى أبو عبيدة بتسأل بتقول لك دكتور ياريت تورينا كيف تأقلمت في الكارير من مجال الـ power لحد الدراسات العليا لمجال بعيد عنها وماشاء الله وصلت فيه لدريها وميزة وده كل بالـ self-learning أنا شايف ما في زول قاعد يدرسك software وكيدا وبراك إنت تتعلم براك وليشنو طبعا أنا هنا ممكن أرجع لك لحاجة طريفة أنا ما قدتها ممكن تكون ورا self-learning أنا في المرحلة المتوسطة في ثالثة الوقت داك طبعا كان سلم 6-3-3 فممتحنين من ثالثة للسنة العالي فصلنا كله رفدوه رفدوه لسؤال السلوك يعني تخيلت أنت أولاد مراهغين في الوقت داك وبيعملوا شغب والناظر قام زئل من الفصل وقال الفصل كله مرفوض كنا كنتمشوا بيوتكم فرفدنا بعد كده أنا كنت أهزلة ولا الفصل يعني قام وقالوا يا أخي ما ممكن نحنا نقوم نرجع لكن نود نهر تاني يعني الفصل دا ما خلاس يتقفل فقم تركيب طراص إنه أبد ما راجع يعني مش رفدتونا خلاس فامتحنت من بيتنا أنت قادر تتخيل إنه زال في تالت جرى بعد السنة براه دي البداية تاعت السلف ليرنين اللي قدت لي الدين تشكل من وين تشكل من تالت متوسط فكت بنتظر آي بنتظر أولاد الحلل في الفصول التانية بيجو بشيلك راساتهم بنجول بقول دجرة براي وامتحنت دخلت بحر الحكومية اللي هي مدرسة من المدارس النموذي ما يزول بخشها يعني آآ فصلنا للشهادة آآ الممكن نرجع للتعليم ومشاكله الفصل ده دمر الفصل ده دخلوا منه السنة العالي خمسة بس يعني الأستاذ رفض الناس دمرهم الباقين سقطون ماشى مدارس شعبية وبعد ذلك آآ ساقتهم دروب الحياة بعيدة احنا خمسة دخلنا السنة العالية من تقريبا ستين شخص والناظر ده مش كده ايوه ما في زل بيسألوا ليه كان لحم ولنا العظم عباد ضبط كده آآ يلا آآ الميلاد في الوقت ده الجديد بالنسبة ده انه أنا خلاص ما هي مش الجام بتاع انك تجرى براك ده طبعا بعيدة من الكلام ده الموضوع ده علم ندك طبعا خلاص بيجبت انا ما بخاف من حاجة زي دي عادي جدا في السنة ويمكن اقوم ما امش المدرسة ما خلاص مهارا جريت و I can do it myself لكن لو رجعت للسنوات دي بتلقى انه تحول بالنسبة ليا انه اجرى الون دي لي هبت خلاص جزء من من حياتي فدي ممكن تكون خلينا نقول جو الDNA سحل علي المسألة انه عمش في السوفتوير ممكن بمجهود ذاتي وخلينا نقول تلاتين بدراسة نظامية طيب خلينا هنا برضو النقط اللي حتة بتاعت الابوه وكده انا لا يندش اعفني انت متأزم كيف القصة دي يعني كونك كنت تركب براسة هل الناظر تقام براسة وشارك وقال ما برجع كم الفاصل انت ركيب طراز قلت انا همتح من حتة ذات هنا دور الابو والام والناس السرام تحوالي انهم يعني وثب في ان ممكن تعمل الكلام ده وحتمش لي قدام ما زي ناس احنا كابا وامهات بنقوم نهلع ونفزع ونمشي ونملة السوشال ميديا كنا الناظر الظالم التعليم الحكوم البتاع مشكلة حقيقة طيب ممكن تكون على اغتمع ابوي طبعا كان ضابط ملتنت ف لكن ما تتخيل يعني الشخص اللي كان بدي اوامر ولا يحزن لا انت مقتنع بالحاجة دي تاكن نار بعدين ما تجين حانف وشك تقول حصل لي يعني دي 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 حاجاته فانتو مسؤول من حاجاتك دي متأكد ياس متأكد خلاص اوكي فبتشيل شالتك يعني فما في تحدي ما بيجي تقدر يعني بعدين بتقبز وانت قدام التشالنج بتاع انك تجي راجع له وانت يعني خبت في الموضوع بتقبز الشام يعني الوالدة كانت زولة مسقفة جدا خلينا نقول زولة مصادمة يعني تماما يعني بمعنى الكلمة فالبيئة دي خلت الزول طبيعي اني كراس قوي يعني خلينا نقول بترك براس ونقول لك اعمال الدار تسوي وابا قدر الكلمة حقتك يعني طيب منتاز نمشي الخطوة البعدة السلايد البعدة في اه طيب بعد كده انا بتكلم عن مراحل في حياتي من اقصب المراحل اللي هي خلينا نقول بعد بدت تسوي كلنا زي ما انت مشيت في العمل العام في المجال المهني كلنا يمكن كل زار في نخاط تجربته بيت تركته يعني ف المسيرة بتاعة الاي تربل اي كانت حاجة عظيمة جدا في حياتنا وبدأوا ناس مجهولين يعني صاح الان ممكن نكون العضواء الان بروف شريف انا لكن مثلا منول بيذكر انه في زال اسم مصطفى حسن مثلا مصطفى ده من الناس اللي كانوا بايونير اللي هم عمل المخاطبات الاولية كانت مش كده وبس منول بيذكر انه ودي اخيرا كانوا الناس بدي يتكلموا عننا مثلا صديقنا دكتور كاروري مثلا يتكلم عن انه في التسعينات نجح انه يعملوا برانش للعطر في الجامعة اللي هي من اصعب الحقب كانت في الوقت داك ففي مجهودات كثيرة عملت وما موثقة لكن انا لو سمحت اليه بس نشير الشاشة عشان ندي الكريديت لحبيبنا مصعب في المخاطبات الاولى كان بتاعة اي تريبل اي انا طبعا بيدعوة منه انا حضرت الاشتفتاح بتاعة اي تريبل اي في السودان فليه التحية وليك التحية ممكن تشير الشاشة تاني يا سلام يا اخي ف يلا الدعنا قولوا انه الحقبة بتاعة اي تريبل اي من الحقبة الغنية جدا في حياتنا بنفخر بالانجاز اللي تعمل يعني مثلا لو على اليدك اليمين شايف انا كنت بتكلم هنا ده كان المؤتمر الاول اللي بتعمل في 2013 المؤتمر الاول لل اي تريبل اي في السودان اول اه اه ده في قاعدة الصداقة اه ده كان في قاعدة الصداقة ولا كان في اه في روتانا كورنسيا كان ايوه كان في كورنسيا برج الفاتح 2013 نعم اي فانا كنت هنا اتكلمت باسم ال اي تريبل اي سودان يعني كانت دي المخاطبة وهنا على عند الشمال دي واحدة كان من الاحتفاليات كنا كرمنا فيها بروف شريف الغرافل في النص ده ده زي ما بقوله لو انت بتقول انه بس انا اغادر الدنيا اكون عملت حاج وافتكر ده انجازنا العمل الناو ما كان في الريسيرش كانت موجودة في الجامعات لكن ما بطريقة مؤسسية ما في بضي كان بوشينغ ريسيرش بتتعمل جامعات افراد غيره عملنا سيرش في اي تربل ايك سبلورا للبيبرز طبعا اتعملت بيبرز كتير لكن عملان سودانيين نشراها وهما برا السودان يعني او تبع الجامعة اللي هو حضر فيها يعني هسأنا عندي حاجات منشورة لكن تبع الجامعة ما يعني ما بتتحذب للسودان بشكل لكن من جوا السودان اذكر لما عملنا سيرش لقينا انو البيبرز المنشورة كانت في اي تربل اكسبلور كانت تلاتين لما بدين نعمل الاكتفتي بتاعت الاي تربل اي سودان يلا داين اقول الحتة الانا سعيد ان احنا اتجاوزناها لو رجعنا بين غلوسين لموضوع جامعة الخرطوم انا اشهد انو سواء كان بروف شريف ولا كان انا ما كان عندنا الزاتية دي نهائي وكان بالنسبة لنا مهم جدا انو اي تربل اي تكون ديجين ديب في كل الجامعات السودانية عشان كده المؤطمر الاول لما يتعامل كان يتعامل بالتعاون بين جامعة الخرطوم و جامعة السودان والمؤطمر التاني بعد المسألة مشت مشت لجامعة الجزيرة وبعد ذاك اتفتحت لحد جامعات تانية نيال غير فكان بالنسبة لنا جزء من النجاح انو البزرة دي تمشي لكل ارض في السودان ما جامعة الخرطوم وبالتالي كان الهدف شنو انو لما تتعامل مؤطمر في جامعة لازم معناه يكون نشط فرع لل اي تربل اي في الجامعة ولا بدي يكون كده بزرنا بزرة النه الطلبة والاسادزة ما عيب يكون هم المؤطمر وما كان يكون عندهم بيبرز بالتالي خلاص بيقبع يبدو يطلعوا بيبرز بعد كده بدأ النشاط التاني بتاع انك تقوم تدرس الناس how to write research paper research methodologies وبدأت المسألة تمشي طيب عايب معايا الكيرف ده لما نوصلنا ل2020 كان عدد البيبرز وصل ل743 ونظر الكيرف ده صاعد كيف ف ده أنا بالنسبة لي ممكن اعتبر عز contribution ممكن اقدر أقول كذول سودان يشغال في المجال انو دي IEEE سودان عملت كده خلقت attitude بتاع اهتمام بالبحث وسط الطلاب تشجيع ليهم طلبتنا احنا زمان لما نكن بنمشي مشروع التخروج ده ما بنعرف يعني شنو paper زاد لحد ما تخرجنا بيقول طلبتنا المعان عادي جدا بيخلص مشروع التخروج بيكون مفكر ان نعمل conference paper ودي بتفتح لي بعد ذاك بواب للمaster لل PhD on so لحد ما يطبع في journals وهكذا طلب افتكر انه the IEEE اسهمت في انها تربي researchers للمستقبل فشان كيدا بفتكر انه دي دي حقبة عزيزة يعني انا بعد ذاك طلعت مش هيد دروب تانية او اي شي لكن بتحس انك انت زي ما بقول شنو سعيد انك ساهمت في رمي بزرة يعني بعد ذاك من الناس بعد ذاك واظب يعني بروف شريف ما شاء الله الى انقامة الحرب هو بقاتل بشراسة ما مش زي انا ما خلاها واصل للنهاية واتمنى انه تلف الايام والبلد استقر وارجع تاني لكن دي 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 حقبة بالنسبة لي بفتكر كانت ثرعي جدا والحقبة دي ذات مهنيا خلقت لي حاجات كثيرة جدا اه انا بس دارك ترجع للغراف يا دكتور طارق لانه اعتقد انه الغراف ده لازم يرجع لي ورا شوية لانه الحاجة الزكرة دكتور رحمة عبد ونعم الكاروني مهمة جدا في الانقطاع بتاع الحيات هي الحيات قد تكون ما متواصلة مع بعض لكن مرتبطة بطريقة ما بيكون في ناس زي ما يقول common فالمرات بيكون لديك تأثير يحائي ما بالضرور يكون عملي قلت للناس دي البلان عملوا واحد اثنين ثلاثة يعني مثلا الباحثين السودانين دي تأثير 2009 من 2009 في facebook الناس كلها بيقى تيجي facebook اخوان نحق ونكتب وبراج علمية اي زون عمل الورق الهتسار بتاع الدكتورة ماجستير يتخرج الناس عمل احتفال في facebook فبقى في حاجة في بحث علم والبحث العلم مهم بعد ذاك الناس رجعت انه البحث العلم مهم كل الناس يعني شاركت في موضوع الـ اي تريبيلي في الافتتاح بتاعه في مؤتمراته انا من طلابي تحديد في زي 3 او 4 في الجامعة السودانية كان نشر اوراك في اي تريبيلي 2011 اين تقريبا 12 13 حاجة زي دي فالجراف ده نحتقد انه يعني بدعوة مهم جدا انه نرجع نعيد كتابته لانه دي من الحياة البردو يتك كاتب ممكن التكتب التوثيق بتاع حركة النشر فيما يخص على الجوانب الناس الكهرباء والالكترونيكس والانجينير الكمبيوتر وغيره ولا جنوب حقيقي لا حقيقي انا قبل كم يوم كان كاروري كتب هنا فقلت له انه محتاجين نرجع تاني انتو زادكم قلت لهم يعني اقعدوا وسي وقاكتبوا الحاجة دي لانه اضاءات بتخلي الناس تلتفت لزوايا مظلمة وظلمة وظلمة في آن واحد لان انت بتكون ظلمت مجهودات ناس في لحظة من اللحظات كان عندهم اسهام ولسبب من الاسباب ما توجد حاجة ظاهرة للناس بس هي اسهمت هي دفعت الحاجة فمن حق الجيل ده اعرف كل المسيرة دي جاد من وين ولو تأثير جناح الفراشة بالضبط بالضبط شكرا جزيرة اللي كياخدها ده كلام جميل جدا عساسين مشنو يعني المروءة والمبادرة ما تموت عند الناس لما يشوفوا نفسهم ما ما يعني في المساهمة بتاعتهم ولو كان بسيطة طيب بعد كده مشيت يا دكتور عندك مساهمات مجتمعية مش كده يعني اعتقد انك قلت من النجوم بتاع تيدكس في السودان القصة بتاعتك الشهيرة بتاعت انه امتحنت شهادة السودانية وقفت بفرحان كده كده اللح في القصة دي طبعا يعني تيدكس قصة كانت عجيبة يعني اول حاجة طبعا سيح تبينه لما تني وبين ناس كتيرين حسام عبدالسلام يعني ناس انا ما كنت بعرف قبل تيدكس الان بيقوا اصدقاء اعزاء عبر السديقة متناشر سنة اظن لها نعم ولا زال اصدقاء فلو لاحظت هنا انا كاتب منعطفات الحياة فانا في اربع منعطفات ممكن تكون في حياتي مهمة جدا كل واحدة فيهم عندها قصتها يعني ف تيدكس اذكر لما انت تكلمت كان انه الناس عايزة عن الافكير الايجابي فانا قمت اتكلمت عن النجاح وانه المنظور للنجاح نسبي انه انت في حاجة ممكن تكون فرحان بيها فزلتان شايفة قمة الفشل وقمت ذكرت القصة البديت بيها في موضوع النجاح انه انا امتحنت شهادة تذكر قلت لي كنت عيان وعملت عملية فكون ادخل الهندسة بالنسبة لي كان اتكلم من ضخم يعني فالنتيجة اليوم اطلعت انا طلعت الشارع كده منفوخ وبيتكون ماشي الشارع عشان الناس يسألوك تقول لهم انه دخلت جامعة الخرطون وتذكر جامعة الخرطون دي من غوسين انه في الوقت داك اللي بدخلوا الهندسة كانوا بقى زويل زي 150 زول بس فعدد قليل جدا فكون تخش بتكون مسال في منتهى الصعوبة فأنا منفوخ ومشيت الدكان وقفت كده الدكان بلما الناس شان الناس يسألوك وقلوك عملت شنو يعني فقام سيد الدكان قال ليا يا هيا واد احمد عملت شنو قلت ليا دخلت الهندسة قال لي يا سلام يا قال بيأس كده يعني فياخي لو شديت حيلك شوية كان دخلت طيب فقام زل ضح بطني احباط شديد يعني طيب شنو يعني انا ما دا رمت حين اخوش طيب ولا هزا طبعا عنده فكرة انه في احياء وفي رياضيات وكل زول في مجال المختلف الاسوأ بعد دا انه قام قال لي احس انت يعني ناوي تعيد ولا هتمشي يعني تمشي كده يعني فقام كفتني زيادة يعني فانت بحت لاني يا اخي موضوع النجاح دا كل زول بعين اللي بيزاوية ممكن تكون ما عنده علاقة فالزول دا شايف نفاشل يعني او كده يعني ما بطال يعني فبينما انت في اللحظة دا شايف نفسك واو حاجة كده كبيرة جدا في زول شايف ولا حاجة فبالتالي بيكب كلمة نجاح دي كلمة نسبية جدا وعندها الكنتكست بتاع عشان كده لو بتتذكر انه جبت صيرة ناس ناجحين وعلي انه الناس ممكن تشوف من شكل مختلف ضربت مثل اللي تقف في سنة ثالثة وبقى واحد من معالم الازياء فلو كان كمل الطيب كان حيكون زي طبيعي في الدنيا يعني ما كان حيكون جورج عرماني الشهير يعني وضربت مثل بالهندي يسمو منه سامسين كومار بتاع التوب ثيرتي الماثماتيكس ايو نعم الماثماتيكس انه ما قدر خش الجامعة ببساطة لانه ما كان عنده قروش لكن الشخص ده من وراه دخلوا آلاف مؤلفة من الناس بمبادرة مجتمعية عملها يعني فتدكس فتحت أبواب من التأثير على الناس ما كانت ساهلة وخلت الشخص ينتبه لزوايا في المجتمع ممكن يكون هو ما كان شايفا فأنا مدين لتدكس بالزاوية دي فده واحد من المنعاطفات الحاجة الفوق الجرس ده دي تجربة لطيفة جدا أنا عملت بوس سميت دق الجرس الهندي دي شركة أنا اشتغلت شغل استشاري شركة سعودية كان في الهند فالتحقت بالشركة الهندية هناك في بنجلور وقعدت فترة اشتغلت في الصوفت ويرهاوس ده وشفت زي ما بقوله المطبخ شغال كيف في الهند فكانت تجربة ما طبيعية للاحتكاك بالناس دي وكان لفت زهني الجرس ده كنت بقول للناس ده دفاصيل ولا شنو خدت لهم جرس في ده هول كبير يعني الشركة فالجرس معلك في الحيطة فيوم الجرس ضرب فطلعت من المكتب وحس شوف موضوع الجرس ده شنو لقيت الناس ملمومين فقلت له هو جرس ده ومناسب شنو قالوا دي عادة حقتنا الجرس بيضرب لما نيبت بروجيكت كإعلام للناس إنه عندنا بروجيكت جديد أو لما بروجيكت يتقفل ده إعلان لأنه البروجيكت الفلان يخلص والشخص اللي يضرب الجرس بيكون زي التكريم له وهو الهيرو بتاع البروجيكت فلف الزمن وخلصنا بروجيكت وكت الهيرو فجاوب على له تعال نادواني من المكتب تعال دق الجرس فكان feeling جميل جدا إنه وقفته ودقيت الجرس والمجموعة الموجودة كلهم Indians كانوا السر النجاح بتاع الهنود حقيقي في البناء أدمين الناس ده كانوا بيشتغلوا زي النحل ما طلبت من زول يعمل حاجة يتعذر ولا قال ما بقدر ولا أي حاجة بيطلب لك الحاجات العايزة إنه عشان عمل الحاجة ده I need one two three لكن بعد ذلك بيعملها بيموت ويعملها فكان في التزام خرافي جدا في أشياء أنا أذكر جبت الناس في الويكند ما في ولزوا الاحتجاب قادر تدخي الناس هنا أنا ما بيجيهم الجمعة ولا أي حاجة لا لا I need you إنه تجيهم الويكند can you yes yes sir كلهم بيجوا آخر أيام أنا جيت للأسف جيت السودان حصل اللوكداون I have lost even job يعني بيسوا اللوكداون يعني من الحاجات المحزنة وكان يتقفل تخيل آخر أيام اكتشفوا في ونس إنه أنا بعزف جيتار فزيع اللو زعل وماش أكلب والمدير إنه يا خضار الدبعزف وما كلمنا أنا ما كنت شايف الموضوع بستاهل يعني أنتوا ما لكم فيشنو خصوص إنه ما بقينا أصحاب شديد يعني 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 يستلك علاقة شبهة رسمية فتفاجأت بحاجة ثانية المدير قال لي لا ما كده لأنه قال لي أنت مش شايف في طرابس بليارد وفي حاجات للناس لهوايات وإنت تكلمنا بهوايتك كشان نشتري لك جيتار نخده في المكتب يا سلام يا أخي يا سلام فإنهاش طبعا المسألة إنه إنه طلع ده واحد من حقوقي وأنا ما أعرف يعني إنه شغال حسيت إنك إنت محتاج تعزف من حق بتشيله وتمشي والناس إذا تجي التبعد معك وفيو منتز تعطريك رياش وترجع تشتغل عادي فإندهشت طبعا لأنه زي ما أقوله كان اختلاف ثقافات زي ما أقوله آي لا أنا أحب إلى الرأي لدك أناك موظف متسيب يعني سنيكين كده زي عملي الجماعة يبشل فطبع إنه كان مفروض تتخطى وميزانية واشتراها لي وأنا أختار حتى الماركة اللي أنا عايزة وكده يعني فده ده واحد من العطفات طيب هنا بحضرني حاجة أسألك من هذه كورتار قلت يعني انكشفت واطلعت على كمية بتاع الثقافات وحاجاته بتاع ما شايف إنك عندك دور في إنك تتأسس حتة تستجلب فيها الثقافات والتجار بتاعتك دي يعني قصتي يعني مواصل لسه ككونسلطان زول براك ما بتدي فرصة ليزول احتك به إلا عبر الأثير ولا عبر الكتب بتاعتك ما شايف إنه الحتة دي المزولين المجتمعي دي شوية مفروض تقرب لنا تقرب تعال ما تبتعد ولا شنو والله يا أخ شوف وفي حاجات قد تكون من فترة كده الزول بيقى في يعني أنا اشتغلت مدير الشركة اشتغلت مدير الدار اشتغلت مدير الشركة في غطاء خاص ما بكذب عليك وصلت مرحلة كده بتاعت إنهاك بيقيت اي لايك إنه أنا اشتغل هذا فريلانس الإنهاك ده بالمناسبة فيه شيء ممكن تقول علىها ضغط دم حاجات صحية غيرها حقيقة بيقيت بعيد من التوتر لأنه بيقى بالنسبة لها حاجة شوية مدعبة يعني لكن بيقى بعوض المسألة دي بأشياء تانية ما انت في الآخر زي ما بقوله بتلقى نفسك برضو في احساس بالزنب يعني فمحاولته ساقوم أعمل لي قناة في يوتيوب الويبنار اللي بقوم بعمله from time to time هي خلينا نقول شكل تعويض كده لفي احساس كده بيزنب قاعد بيجوه كده ايوه نعم انا متأكد انه حاجة بتكون قاعد يجوه عشان كيرا حبيتها بش السنس اللي بنرف ده الكتة التانية العملتها وممكن نفسك بذكر بحزن الشخص اللي انت شايفه ده من الرعيل الزولة العملية المعاينة وهو كان خريج جديد ناريان رامامورثي المؤسس بتاع Infosys فالزول ده اول جيل يتعين في Infosys وليتر طبعا بيقى عنده his own بزنس والزولده مليونير يعني فهو من البوليسي میکر باي زو وين الناس اللي اشتغلوا في تأسيس بنغالور Electronic City في الجوانب اللي عنده علاقة بال policy ميكين فاتناغشنا نغاش كتير جدا في انه كيفية قيام software industrial في السودان وجمعت الحاجات دي في presentation وجيد قدمت في مجلس الوزراء بعد الثورة والواحد كان مفعا بالامل وعملت حاجة اسم مبادرة بتاع التأسيس ما بتذكر شنو يعني صناعة التغنيت المعلومات البرمجيات 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 بادرة ايو نعم وطبعا اوصود جدا بها والله قلت اوصود جدا متفاهل بالأسف يعني المهم حسنا ما بقعد في فيسبوك بكتب عندي كده حاجات بسميها يا ملازان في مالطا يعني فأزلنا في مالطا لكن ما حصل حاجة يعني طيب إنت ما حاولت إنك تغير عبر البرمجيات ولا عبر البرمجيات أنا كان الإشارة بتعطي إنك تغير عبر البرمجيات زي الزول ده اللي تخرج في وبعدين عمل البيزنس بتاعه التأسيم برضو تخرجت من مدارس مختلفة عندك الإمكانية بتاعت إنك تأسس بتاعك الناس كل الأفكار الكرياتف حتى تخط فيها تد الناس فرصين ومخط الجيتارات بتاعاتهم ولا الدربوك ولا غير فهل في حاجة تفكير زي ذا جاني إلا إني طردت سريع لأنه حقيقي ما عندي الابلوتيز الآن لا ما عندي أي حاجة يعني أستطيع إن أعمل غير من إني أسهم بس في توعية الناس للأشياد لكن كونه أعمل لا حقيقة يعني كنت دي حاجة ممتازة جدا يعني عندك self awareness كافي دي حاجة ممتازة جدا جدا برضو على أساس إنه برضو في ناس ممكن يتعلقوا بك ويتعلقوا بأمالك وبتاع كنت بيعليهم زي يقول الهواء شكري طيب الصورة اللي في الناس يفوق اللي فيها عدد من الناس الصورة دي كانت في اليابان في الفين دي فترة قضيت هناك فورم بيعملوه اسمه african young leaders بتعملوا اليابان لناس selected كل سنة من disciplines معينة كلام ده طبعا سنة سنة الفين من قبل 24 سنة والكراتيريا بيفتكروا إنه الناس البيجو ديل هم within 20 years حيكون leaders فازكر سألتهم what do you mean by leader قال لي اخي ما تفتكر انه بتك لو عن political leader بيفتكر انه leader في مجالات يعني شايف الياباني على يدك الشمال أقصى الشمال وارف نابس قام يصنس كوم فدا مثلا كان بيقول ليا we think ذات إنك حتكون leader في مجال ال IT after 20 years فهما ناس بيجمع حاجاتهم عارفين رح بيعملوا فيش الناس ديل لو قلتهم ليك هما كلهم من مختلف ال disciplines كلهم ما ناس IT فمثلا اللابس فول سوت ورا جنب السوداني دا عالي دا الآن دا دكتور بتار بيجمع الوقت دا كان يادوب وساعة التدريس القاعدين قدام البدي الآن ممثلة ومخرية ضخمة جدا في جزائر اسمها رانيا سيروتي الجنبة هدا اسمه دكتور محمد تامل دكتور بتاع political science في جزائر اي واحد من ديل لو هبشتو تلقى بيجا بيجا يعني فعلا بيجو leaders مع الزمن الشخص الفن نص دا اسمه دكتور كازومياجي كازومياجي دا كان مهندس وهو شاب وهو دكتور بتاع politics ناو ناو دي اسمه توفى طبعا لكن التغير في حياته قال هو كان مهندس في شركة في الجزائر وحضر الثورة الجزائرية فالمسألة دي كانت هزة هزة شديدة جدا انه حضر الحاجة دي وهو بعيد جدا كازوميابان من الثقافة بتاعت المنطقة وقال في الوقت داك اليابانيين نفسه ما كانوا اوير بي بي وات اس قاين ان في المنطقة دي فاعتبر انه واحد من اسحاماته كياباني انه افتح نافذة لليابان على المنطقة بتاعت الشرق الاوسط وافريغية وكده فتخيل زولدست تقال من وظيفته في الشركة كينجينير ومشى درس علاقات دولية فروم سكراتش الى امبيغا روفيسر عمل اسحم في 18 مركز بتاع بحاس في اليابان كلها رليتد لدراسات العربية والاسلامية لك ان تتخيل الشخص دا تعلم اللغة العربية وترجم كتاب البخلاء بتاع الجاحز للغة اليابانية دا بعد ما بي زول كبير يعني هو كان شغال مهندس في شركة بدأ حياته من الاول فالشخص دا هناك عنده كان قدسية انا شفتها بعيني انه المحاضرة حقته كانت في زرة الخارجية اليابانية فانا شفته هو داخل الحرص اللغة كان واقف ضرب له وتعظيم فكنت مستغرب انه الزول الجاي ببدلة دا وضربه له تعظيم فسألت سألت واحد من الشاب اليابانين انه who is this guy فقام قال لي الزول دا ممكن يكون اعزم من رئيس الوزر لأنه دا الحاج القدما لليابان ما في زول القدما فعند قيمته مثقف بطريقة غريبة جدا لمن انت ونست معاه دهش ني بأنه قال لي أنا في السودان بعرف في عدل الناس إنه أنا قعدت مع حيدر برايم علي وقعدت مع حسن مكي وقعدت مع منو 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 واصطدفت منو واصطدفت من مصر نصر حامد أبو زيد واصطدفت منو يعني كل ما القزول بحيس إنه عنده قيمة كان بسوك إنه يبقي وستاذ زائر يجي إن شاء الله يدر في جامعة يابانية فأنا كنت سعيد إنه أقوم أحضر لي orientation course مع كازو مياجي الرحلة لليابان كانت زي موضوع الهند يعني شكلتني بشكل ما عادي اتختمت بترينين كورس في اللابراتوري بتاعت صوني ودي كانت مسألة بالنسبة ليا مزهلة جدا إنك تقعد في الار ان دي بتاعت صوني قضيت دهشة يعني حقيقة أنا اليام القاعد يقول لأ كنت خشمي ومخلوع بالحاجة القاعد أشوف فيها يعني ف لكن لما جيت راجع كنت بحث إنه في برضو إعادة تشكيل للشخص من خلال التجارب فدي واحدة من المنعطفات المهمة بالنسبة لي اليابان الهند تيدكس الأخيرة على الشمال دي اعتصام الواحد يتذكر بخليط من الإحساس بالأسى ده يوم 6 أبريل الظهر لحظة الدخول للغيادة كانت وتقوم تلاقي أصدقاء وتلاقي طلبتك وكان شعور غريب جدا في اليوم داك وبعد داك طبعا جينا لو تتذكر الندوة بتاعت اقتصاد المعرفة وغيرها فكانت في قيمة الباحثين السوداني في ماذا الاعتصام أيوة فدي كانت منعطفات ما ساهلة في حياة الشخص كل واحدة فيها بتقوم تشكل لك جزء كده من يعني أوضة كده بتخد فيها حاجات وبتمشي تاني في حتة تانية بتخدت لك في الأوضة دي أشياء وهكذا في مسيرة الواحد في حياته بلقى إنه كل مرة كان بتولد من جديد بجانب تاني في حياته نعم يا دكتور والله يعني أنا مستمتع جدا جدا وأكيد الناس المعانس بيكونوا مستمتعين بالولاس طيب يا دكتور ما شاء الله طبارك الله الحاجات الخلتك يعني تمسك الحاجات كلها مع بعض لأن الحاجات يعني ما حاجة ساهل أكيد بتكون يعني أخذت منك جهد عظيم جدا عشان نستفيد من الخبرة بتاعتك يعني الحاجات السعادة كنت تمشي الحاجات ده كلها بخط بخطوط متواز يعني صح التعبير يعني آه يا أخي ما تعرف أنا ما قاعد أحب الحاجات الكلام بتاع أقول شنو ناس التنمي البشرية ده كيفية دار زمنك وتعمل كده حقيقة أيضا يعني ببساطة بس كنت بستمتع بتفاصيل الحياة أي أن كانت يعني لو بعد الزمن ده قدت ليك حاجة هي كانت سهولة التعاوش مع اللحظة الموجودة أنت فيها وسهولة امتصاص الصدمة والفلكسبيلتي يعني الحاجات دي كلها ما معنى أنه كانت الحياة مفروشة لو رجعت قدت ليك جيت أمتحن شهادة دخلت المستشفى جيت أمتحن أخذ الدكتورة رفضوا الأستاذ بالمناسبة مشيت أمتحن الـ PMP حصل اليوم الحرب بتاعت يوم الاثنين ديك مش كده وبس لا أنا اليوم المسافر فيه الـ PMP في الأول واللي توفى ما مشيت الله رحمة الله بعدها بشهرين جيت أمشي وصلت هناك قامت الأيام دي كان طيارة والأحداث في السودان وكمية التوتر دخلت الامتحان أنا زي ما أقوله ما شايف قدامي ففي كمية من الأحداث بتمر وبتغير في مسار حياتك بنك السودان برضو انقطعت المسيرة المهنية لكن أنا أفتكر أنه كان الحاجة الأساسية هي القدرة على التوائم مع المتغيرات الفلكسبيلة العالية جدا في امتصاص خلينا نقول الصدمات ودي شكلت يعني في زول من الأصدقاء العزاء جدا ساخر خالص بأعتقد ممكن يكون أسا بيحضر فده كان أطلق عليه لقب مضحق جدا كان مسميني بي أل سي بي أل سي قال اختصار العباد لك كمباني فكان بيقول كده يعني إنه زي يقول الزول ده زول يكون بيعمل حاجة بيقوم طبوز ولكن بالمقابل بتعلم الزول إنه يقدر يعني to find the way out في النهاية طيب مع كل مرحلة من دي بيقبل اكتساب تجربة جديدة وخبرة وإضافة ما كانت محسوبة لأنه أنا ما حسبت إنه أنا حخلي الpower system وامشي للسوفتوير واخلي كده وامشي كده ده ما كان في الحزبان فده كلها كانوا الظروف أنا بس كنت بتخيل إنه كنت قادرت ومانيجت بس هي المسألة وقادرت وام معها فدي كل المسألة ما بتكلم عن قدرات خرافية بتاع time management ولا الكلام ده لكن كان توفيق وقدر على التوائم مع المتغيرات طيب يا دكتور ونحن خلاص ماشيين على يعني الولاسة الجميلة دي ما شاء الله زهاز ساعتين وخلام يعني محفظ جدا جدا يعني الحاليا يعني نصيحتك للطلوب السيعة الحاليا الما قادرين يمشوا الجامعات ما قادرين يعني مارين بظروف صعبة جدا جدا يعني فنصيحتك لهم شنو في الظرف ده يعني طيب هو أشوف يعني صح بقدر ما تقفلت أبواب بالنسبة للناس زي الحيطة اللي قدامنا دي الآن الأبواب المفتوحة هي أبواب التعليم المستمر يعني يعني زمان ما كان في فرص زي دي تعال تعليم موجودة كده الإنترنت جاب لك الدنيا كلها قدامك فالآن لأنه في ظرف استثنائي يجب أن يكون شكل تعاطي غير استثنائي حتى لو يتقفل باب الدراسة الرسمية فور وائل تذكر معاي أنه في كمية من الناس في العالم المتميزين جدا حتى ما كملوا تعليم الجامعي وإنت الآن في وضع أفضل منهم لأنه قدامك العلم متاح صح قد تكون الشهادة ما متاحة لكن العلم متاح وفي علوم الآن أصبحت زي الكمبيوتر سايينس والأي آي وكده حتى بتتعامل مع المهارة وليس الشهادة فبفتكر أنه الناس تخش في البروفيشنال كوميونيتز ودي بقت مفتوحة بالكامل لو دخلت في كمية من الجروبس في كل المهن فبنصح الناس أن يدخلوا في الجروبس احتكوا معا كل الناس في العالم لأنه الآن الاحتكاك أصبح ساهل سيمبلي حيكون معاك في جروب ممكن تطعبوا العلم الآن موجود بيقبل مثلة محتاجة لظرف يسمح للشخص بالتعلم الذاتي لو قلنا فيه كنز يأجي منك تتحصل عليه هو في ظروفنا دي نعم أشيل شيلتك وتقعد تقري يعني الشغل أونلاين الآن متاح في الدنيا كلها أثبت وجودك بتشتغل في أي حتة في العالم بغض النظر انت قاعد وين في النهاية بتتقفل زي ما كنت بقول دائما بتتقفل أبواب بتتفتح أبواب تانية طيب عندك حاجة ثانية من السلايز دي دايش والله يا أخي طبعا أنا عندي هنا الكتابة فتحت زي ما قلت لك أفاق بالنسبة لي جديدة يعني أنا بحيب أقعد أكتب مرات بكتب في الأبطوب مرات بكتب في أوراق وأقلام حسب المزاج فدي صور حميمة جدا بالنسبة لك الشمال دي كنت في بارستا كنت بكتب في الرواية وهنا كان سوليتير ربنا يرد غربتنا وهنا بعد الحرب أنا في رواية كملتها في جلسة دي كنت يوميا بقع جنب البحر في الإسكندرية لحد ما خلصت الرواية العالم دا عرفني بأناس كنوز الصورة القدامك دي دا إلياس فتح الرحمن اللي هو صاحب دار مدارك وشاعر والقاعد دا عالم عباس شاعر المشهور ونفس القاعدة دي بس اتحرر قبل ما نصوره كان محمد المك إبراهيم ربنا اشفي فدار مدارك كان بالنسبة لي يعني بوابة تفتحت من العلاقات الحميمة جدا مع ناس لهم وضعهم في البلد ولولا الكتابة ما كنت حقابلهم في يوم من الأيام فدي دي من الأشياء الشكل الجزء من حياتي صحيح متأخر يعني على كبر زي ما بقوله لكنه ما كان ساهل الصورة الممكن يكون عندها تأثير نفسي بالنسبة لي الصورة في النص دي آخر صورة في السودان قبل الحرب مع الأسرة آآ آآ كنا طلعنا تغدينا قاعد آآ 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 تصورت وقدر الله إنه خلاص الصورة العالية دي الشمال دي لفت النت ونزلت كتير جدا وبيجيبوها مع الأغنية بتاعتها دروب لي وين تودي آآ آآ صورت صورت أنا في نوري بعد ما ماشينا كنت راجع من البحر وقبلت عائنت لها وقمت صورت الممشدة الآسار الفرام لدي ونزلتها طبعا نفسيات طبعا جارك الله يعني قالت في وانتشرت بشكل عجيب يعني بعد ذلك لو قلت لأي زولي إنه ده أنا ممكن ما يصد نفس الجلسة دي أنا مشيت قاعدت جنب البحر وعملت الحاجة دي في اليمين دي هيش نو لكن كان المهم وضع نفسي أنا قمت على وعملت الحاجة دي وصورت فدي صور بالنسبة بتعني الكثير لأنها ده آخر عهدي يعني بالسودان قبل نطلع ولكن تدخيل بعد كده إنه حتى الآن أنا في جهة وصرت في جهة يعني أنا قاعد الآن في دبي وصرت في مصر يعني الله ربنا يعني ربنا يجمعكم داني ويجمع البلد ونرجع كلنا إن شاء الله لبلدنا سالمين غالمين يعني إن شاء الله إن شاء الله آآ تاني ما عندي حاجة زي ما قلت غير إنه يا أخوان المسيرة التاتلة وكل حاولت أخص في حاجة هي المرونة في التعامل مع الحياة آآ ما تخط مسار واحد وتفتكر أنك إنت لازم تعملوا حتعملوا ما حتعملوا في مليون شيء ممكن يأثر في مقادير وبانية في أشياء فأشان كده عسى أن تكرروا شيئا هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون نعم نعم الدكرة عافية دكتور يعني والله صراحة يعني مستمتعين جدا جدا والزمن يعني بس يعني أنت عندك الليلة في دبي ممكن تقريبا الساعة 11 بقيت والأكم الساعة 12 وثلت 12 لا 12 وثلت صراحة خلاص يعني ما ما نقدر يعني بالجد والله رحلة 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 جميلة جدا ورحلة مليئة بالعطاء ومليئة بالكفاح والأجمل الحاجة في الرحلة دي إنه أي حاجة يعني كانت ابتعب يعني امتحان شهادة السودانية في يعني أنت كنت عملت عملية وبعد ذلك الجامعة والدكتورة والمشاكل بتاعت السودان المشاكل حصلت لك يعني والنهاية يعني الحرب العجيبة يعني فكالترخير الكثير يا دكتور وصراحة يعني استفيدنا منك يعني وقبل القتام حاجة نقوم بها يا دكتور والله يا أخي أتمنى أنه فعاليات زيدي نرجع نعمله ونحن في السودان إن شاء الله وربنا يقيل عثراتنا ويحقق لكل الناس مانيهم ونتجاوز المحنة اللي نحن في هذه ونكون أقوى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله يديك العافي يا أخي كانت يعني الونسة الليلة ونسة جميلة جدا جدا مع الدكتور دكتور طارق طارق أحمد خالد ومررنا عبر بحري وعبر جامعة الخرطوم وبنك السودان وبعد ذاك الغربة الدراسة الدكتورة المحطات الهامة مساعدت للطلاب الروايات يعني الكتبة يعني وهو بقول طبعا كتبة عن يعني مؤخرة لكن أنا بشوف إنه هي دي العصار يعني عصارة التجارب وكذا ومنتظرين المزيد يا دكتور إن شاء الله في المجال بتاع الكتابة يعني والبحوث يعني يديك العافية يا دكتور والسلام عليكم ورحمة الله الله يدعو الله سبحألي الله سبحألي الله سبحألي شكرا